موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرما في كل العالم أهلا بكم ولقاءنا المتجدد مع مورا الأحداث وحلقة النهاردة الجمعة 30 مارس 2018 كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وإحنا طيبين جمعة ختام الصوم وكل سنة والكاف اللي بيحتفلوا النهاردة بالجمعة الطويلة كل سنة وهم طيبين حي جمعة ختام الصوم بتتميز بتقسم مهم جدا وهو الدهن بالزيت أو مسحة سر مسحة المرضى أو المرض والحقيقة السر ده يعني على حسب الآيات من الإنجيل إنه كان الرب بنفسه أو صبيه إشفوا مرض ودهنوا بزيت مرض كثيرين نشفوهم إذن هذا السر يمارس على المرضى والكنيسة بتمارسوا في جمعة ختام الصوم لأنه من نتائج هذا السر إنه بيكون فيه شفاء الأمراض الجسدية والروحية والأسرار في الكنيسة الأرثيزوكسية طبعا معروف إن هي يعني بتبقى مهمة جدا وسر مسحة المرضى بيستسنى من هذه القاعدة عشان المريض لا يقوى على الحضور للكنيسة وعشان كده بيطلب ممارسة هذا السر له في البيت وقررت الكنيسة إن السر مسحة المرضى بيتعامل مرة واحدة في السنة اللي هي جمعة ختام الصوم وبيتعاملوا زي قدس أنديل عام لشفاء المؤمنين مما يكون قد أسبهم من ضعفة في الجسد فده بيكون مهم جدا هذا القدس وما يشمله من رسم الزيت اللي هي زي ما بقول لحضراتكم صلوات الخاصة بسر مسحة المرضى والصلاة من أجل المرضى يعني اسمه مسحة المرضى الزيت المقدس القنديل ودي كلها بتبقى أسماء لما يتم ممارسته النهاردة في الجمعة ختام الصوم في الكنيسة الكبتية الأرثيزوكسية كل سنة وحضراتكم طيبين وطبعا بعد بيكون بعد كده عندنا إن شاء الله يوم الأحد القادم أحد الزعف ومن الحد بالليل بتكون فيه صلوات الكنيسة اللي هي طبعا بتكون حضراتكم مساء بتبتدي البسخة المقدسة وبيبدأ أسبوع الألام من الأحد مساء بتبقى فيه صلوات وتقوز طبعا أسبوع الألام وبتبقى اللي هي البسخة المقدسة يعني نتمنى يكون هذا الأسبوع أسبوع بركة علينا جميعا إن شاء الله قدست البابا تودر السيوم الأربعاء الماضي وكانت العزة فيه أيضا بالنسبة يدعو في ختام الصوم إنه كنك يصارت ترتيل لله وكان النهاردة الحقيقة العزة من جمعة ختام الصوم من دير الشهيد ماري جيرجس للراهبات يعني في الفترة الأخيرة برضو قدست البابا دايما حواع الصفحة الرسمية بيكون فيه لفت نظر طبعا للأمور المهمة اللي المفروض الواحد ياخد باله منها في ختام فترة الصوم وإحنا مقبلين على الأسبوع الألم جمعة ختام الصوم فيها صلاة القنديل أيضا والقدست البابا برضو لو عارفين حضراتكم بتابعوه دايما بيحرص إنه في كل مناسبة يحاول يشرح التقوص اللي بتمارس في هذه المناسبة علشان برضو يدي فكرة للشعب أو برضو لما بتتنقل على القنوات يبقى اللي مش فاهم إيه اللي بيحصل بيحاول إن هو يفاهم دايما الشعب التقوص ماشي إزاي والترتيب بيكون إزاي وبيرفت النظر برضو الصلاوات إيه معناها والقراءات اللي بتبقى في الجمعة دي النهاردة برضو لفت النظر لها إيه معناها كل دي طبعا أمور مهمة جدا جدا طبعا عندنا برضو زي ما أنتم عارفين زي ما بنقول قبل الأحد الزعف بيكون ثبت العزر وهو ذكرى المعجزة اللي أقامت العزر من القبر على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقادي وبييجي بعد كده أحد الزعف دخول المسيح إلى الهيكل وطبعا كلنا بنعمل بقى شغل الزعف الجميل وبيكون يوم جميل كل ده مرت بيه كنيسة الكاثوليكية في الفترة اللي فاتت الحياة الأسبوع اللي فات ومبارح الخميس كان خميس العهد بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية وكمان أنه إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية هتكون بالنسبة برضو يعني لحد اللي جاي هيكون أحد القيامة بالتوقيت الغربي دي مناظر الحاجات الجميلة اللي بتتعامل من الزعف وزي ما قلتلكم بيالوا يعني بعد حد الزعف على الطول بيكون فيه بندخل فيه أسبوع الألام والأديارة بتعتذر عن استقبال الزوار في أسبوع الألام بتبقى فترة فترة تسبيح فترة صلوات مكسفة الحقيقة عشان كده جميع الأديارة القبطية هتمنع تمتنع عن استقبال الزوار الكل بيصلي يا رب يعدي هذا العام بسلام وانتو عارفين طبعا إنه العام الماضي للأسف كان يوم أحد الزعف وممكن شفته الدماء اللي كان طبعا الأحد والتفجيرات ويعني ربنا يعني يبعد عننا أي أمور إرهابية إن شاء الله يا رب نروح بقى للطقوس اللي كانت بالنسبة للغرب وبالتأكيد طبعا والحياة كل عام بنلاقي لمسة جميلة من قدسة البابا فرانسيس بيغسل أقدام 12 معتقل خلال قدسة بأحد السجون في روما أحيى البابا فرانسيس مجددا كدس خميس الأسرار أو خميس العهد في أحد السجون في روما وغسل أقدام 12 معتقل بينهم مسلمان وأرسوزوكسي وبوزي كل عام بنشوف هذا المشهد اللي أنتوا عارفين برضو في خميس العهد كان المسيح غسل أرجو للتلاميس وهذا الطقس بينفزه بحزفيره البابا فرانسيس كل عام في يوم الخميس خميس الأسرار البابا بيقول أنه اعتبر أن معايدة المرضى وزيارة السجون وإعطاء السجين الأمل بإعادة دمجة في المجتمع بتمثل جماعها دور الكنيسة وزي ما قلت لحضراتكم كمان دي إحياء لما فعله وتمثلا بالسيد المسيح وغسله أرجو التلاميس برضو الجمعة اللي هي النهاردة زي بقول لحضراتكم دي جمعة الختام جمعة الجمعة الطويلة في الكنائس اللي بتتبع التقويم الغربي وكثير من الكنائس كانت فيها صلوات النهاردة الجمعة الطويلة الجمعة الحزينة الجمعة العظيمة كل دي تسميات للجمعة وبيكون طبعا السواد والجمعة دايما تقصها بترمز للصلب لصلب المسيح ودفنه في ألقابر يوم الجمعة وبيأتي يوم الأحد طبعا القيامة وبعد انتهاء الرتبة انتقل الرئيس ميشيل عون والأبات الهاشم إلى قاعة جانبية وانضم إليهما الرئيس أميل جميل والوزير جبران بسيل حيث دارت أحاديث تناولة المستجدات على الساحة المحلية ثم انتقل الحاضرون بعد اكتمال عقد المدعوين لتناول الغداء وهتلاقوا طبعا يعني في كل يعني في أماكن كتيرة جدا النهاردة بتنتشر الفيديوهات لممارسة هذه الصلاة فيه كثير من الأماكن زي ما بنقول كل الكاثوليك على مستوى العالم وفيه أماكن كتيرة جدا بيحيوا هذه الزكرة بأشكال مختلفة على سبيل المثال ده كانت الجمعة العظيمة في ترابلس عاملين مسيرة وطبعا برضو القدس بيكون ليها وطبع خاص يعني زي ما بقول حضراتكم وهيجي برضو الجمعة الجاية هيكون القرس زوكس اللي بيحتفلوا بالطقس الشرقي هنلاقي برضو فيه بعض الأمور الجميلة اللي بتكون تقوس هذا اليوم اللي بنتذكر فيه آلام المسيح وصلبه وبننتظر بعد كده القيامة يوم الأحد قدسة البابا توادرس بعث برسالة مسورة للبابا فرانسيس وده على حسب موقع فاتيكان نيوز قال أن البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية أرسل رسالة تهنئة بالفيديو للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمناسبة عيد الفصح وحلول الذكرى الخمسة كمان لتنصيبه بابا للفاتيكان أكد البابا توادرس في رسالته أن المسيح قهر الموت وأنقذ البشرية وأعرب عن تحياته الحارة للبابا فرانسيس نقل الموقع موقع فاتيكان نيوز عن البابا توادرس قوله أنا سعيد بإرسال هذه التهنئة من مصر إلى قداسة البابا فرانسيس بمناسبة الزكرى الخامسة لتنصيبه بابا للفاتيكان حيث دعا البابا توادرس الله أن يبارك في صحة البابا فرانسيس ومهمته وحكومته في جدل شوية أسير كمان يعني كده الأعياد كل سنة وحضراتكم طيبين وبرضه أنا لازم بختم الحال مش أقدرش ماقولش كده نفسنا يجي اليوم اللي نتحت فيه جميعا في الأعياد يا جماعة قلنا يعني أي مبارسة طقوس أي عقائد بتكون وأي اختلاف في العقائد في الكنيس كلها ما يمنعناش من أن احنا يكون عندنا عيد ميلاد واحد وعيد قيامة واحد بدا اللخبطة اللي احنا فيها هو النهاردة ايه طيب ده النهاردة جمعة جمعة ختام السوم في الكنيسة الأرثيزوكسية والشرق والنهاردة الجمعة الطويلة في الكنيسة الغربية والكاثوليك طب ليه نفسنا جدا 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 وبنديه وياريت المشترك معي نصلي بحرارة من أجل أنه يحصل توحيد للأعياد بإذن الله نروح بقى للجدل اللي أسير شوية في الساحة اليومين دول وهو موضوع أنه قيل أن بابا الفاتيكان نفى البابا فرانسيس نفى عفوا أنقر وجود الجحيم وحصل نافي الفاتيكان نفى أن البابا فرانسيس قال كده في تصريحات لصحفي إيطالي أن الجحيم غير موجودة وده كان الحقيقة زي ما بنقول يعني صحفي كتب هذا المقال واتقال فيه أنه اتفهم منه أن البابا بيقول أنه ما فيش جحيم الاقتباس المنسوب للبابا في صحيفة الايروبابليكا الإيطالية اليومية لكن الفاتيكان قال أنه ما فيش أي اقتباسات في المقال نقلت بشكل صحيح عن البابا والمقال اعتمد على مقابلة خاصة بين البابا والصحفي اللي هو مؤسس هذه الصحيفة وتؤكد عقيدة الكنيسة الكاثوليكية بوجود الجحيم أو بوجود الجهنم وأبديتها وتقول تعليم الكاثوليكية أن أرواح المزنبين تلقى في جهنم حيث يعانون النار الأبدية إذن هذا الكلام اللي النهاردة حصل عليه جدل وذكر أنه على لسان البابا فرانسيس أنه ما فيش جحيم في الكنيسة أو لا يعترف بوجود جحيم أو إنقار الجحيم في الكنيسة الكاثوليكية ليس صحيح وتم نفيه نفي رسمي من الفاتيكان فيه برضو خبر قويس قوي أنه إن شاء الله أولى رحلات الأقباط للأدس اللي هي الحج زي ما سموها زي سمها البابا فرانسيس هتكون إن شاء الله هتبدأ قريبا جدا والأسعار هتتراوح ما بين 26 و40 ألف جنيه ويمكن برضو في بعض الأمور اللي حصل فيها تراجع شوية عفوا رحلات للأدس أنا أسفة جدا مش لمسارة العائلة المقدسة رحلات للأدس وبردو أنتم عارفين وإحنا بعد شوية يعني في النصف تاني من حلقاتنا هنقول لحضراتكم الحاجات اللي هي والإضطرابات والاشتباكات اللي حصلة أو يعني زي النهاردة في مسيرة بدأت النهاردة هتستمر لغاية 15 مايو وقرار دونالد ترامب بأنه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تسبب بشكل كبير جدا لتراجع الأعداد والرحلات اللي رايحة للأدس بنسبة 20% علشان فيه بالفعل اضطرابات وفيه دعوة أنه التظاهرات بدأت النهاردة من ما يسمى يوم الأرض والفلسطينيين بيطلبوا بإعادة الأراضي اللي سلبتها اللي سلبوها الإسرائيليين والنهاردة حصل وفاة 15 فلسطيني على الحدود مع الفلسطينية الإسرائيلية وأكثر من ألف إصابة فالحقيقة فيه استرعات والموضوع ده أنه هما دعوا أنه يبقى من النهاردة هتستمر التظاهرات لغاية يوم 15 مايو اللي هو الذكرى المفروض أنه هيكون فيها الاحتفال في إسرائيل بإقامة دولتهم واللي متزامن معاها أنه هيكون فيه المقر المؤقت للسفارة الأمريكية في القدس على حسب قرار ترامب إعلان القدس عاصمة الإسرائيل وهيبتدي نقل الاستفارة بالفعل فالحقيقة يعني كمان برضو لسه عندنا الأمور اللي في مصر كمان موضوع أنه فيه بعض الناس اللي من أيام البابا شنودة برضو كان على أساس أنه ما يبقاش نتراح للزيارة القدس للمسيحيين والحج المسيحي للقدس غير مع فيه بعض الناس البعض بيقبل وبيتقال موضوع قصة برضو كل سنة وأنهم بيحرمهم المناولة والكلام ده كله لكن مجمل الموضوع أنه الرحلات لأسباب مختلفة تراجعت السنة دي 20% برضو حصل تلفتة جميلة جدا أنتو عارفين طبعا زي مال قديرة بتقول أنه ما فيش زيارة في الوقت ده برضو في الوقت بتاع زبوع الألام برضو قدسة البابا بيكون فيه تقوس خاصة عشان كده كان فيه وفد من الكنيسة الإنجلية ذهبوا لتهنئة قدسة البابا بعيد القيامة قبل أن يبدأ الأسبوع الألام استقبل قدسة البابا توادرس الثاني بالمقر الباباوي بالكاتدرية الموركوسية بالعباسية الدكتور القس أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر على رأس وفد من القصوص من قيادات الطائفة حيث قداموا التهنئة لقداسة البابا بعيد القيامة المجيد قال قداسة البابا أن حادثة كنيسة القديسين كانت فاصلة بين علاقة الكنيسة والدولة وأشار إلى أن فترة حكم مبارك كانت الدولة رخوة ولم تتخذ جراءات جدة تجاه الأحداث الطائفية أوضح البابا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نشأ داخل أسرة مصرية معتدلة مشيرا إلى أن الأقباط كانوا ورقة مهملة لكنهم اليوم أصبحوا عنصرا فعالا أو فاعلا كما أن حادثة شهداء ليبيا أظهرت عمق إيمان الأقباط وثبتهم وصف قداسة البابا في هذا الحوار الذي دار بينه وبين وفد الكنيسة الإنجلية والقص أندريزاكي وصف البابا تودرس التناغم بين الدولة والكنيسة بأنه نعمة من عند ربنا وأكد البابا أن الكنيسة بتؤمن بأن رئيس مصر هو اختيار إلهي ويتمنى البابا أن تكون جميع المؤسسات منضبطة أسوة بالقوات المسلحة ويخرج منها رؤساء للدولة وكشف قداسة البابا تودرس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة للأقباط عند افتتاح الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقوله الكاتدرائية حقكم وأوضح البابا أن كل مواطن مصري يعتقد أنه وكالة أنباء ويريد أن ينشر أخبار على فيسبوك وأوضح أن الرئيس المعزول الإخواني محمد مرسي هو من اعتمد اختياره للكنيسة مؤكدا أن محمد مرسي عفوا مؤكدا أن أيضا أن الرئيس السيسي دلوقت يعتبر من حكمة ربنا وجوده في هذا الوقت وطبعا شكرا حاجة لفتة جميلة جدا من وفد الكنيسة الإنجليية التهنئة لبعيد القيامة وأيضا كان فيه زيارة السفير السعودي لمطرانية باريس الدكتور خالد العنقري زار مقر إبارشيت باريس وشمال فرنسا استقبله نيافة الأنبة مارك أسكو الإبارشية والزيارة ودية للتعارف وأشاد السفير باستقبال قداسة البابا لسموه للعاد السعودي بالبطر الأركية وأعرب عن تمنياته بزيارة قداسة البابا للسعودية في حادث يا جماعة النهاردة حصل وهذا الحادث الحقيقة تم الإشارة بأنه ليس حادث طائفي حيث قتل قبتي من مهجري العريش بالإسمالية وهذا الحادث تم توصيفه على أنه حادث جنائي وليس حادث طائفي قتل زهرة اليوم قبتي من مهجري العريش اللي بيعيش في مدينة المستقبل بالإسمالية وذلك بعد طعنه بسكين في مشاجرة المشاجرة دي وقعت بمنطقة السوق وكانت بسبب خلافات مالية مع شخص آخر تم القبض على الجاني والتحفز على أداة الجريمة وتم نقل الجسمان لمستشفى الإسمالية العامة وتواصل النيابة التحقيق أحد أقبط العريش اسمه سامي شكري 48 سنة قتل على يد شخص آخر في مشاجرة مهم جدا أن حضراتكم توصيف هذا الحادث هو حادث جنائي ليس حادث طائفي علشان لو أي حد نشره على أنه طائفي غلطان حادث كان خلافات مالية وحصل في منطقة السوق بمدينة المستقبل وتم الشخص الجاني طعن وزي ما بقول لحضراتكم توضيح مهم جدا جدا أنه هذا الحادث جنائي وليس طائفي سامي هو من مدينة العريش من المهجرين اللي تركوا العريش بعد الأحداث اللي كلنا عارفينها عنده ثلاث أبناء عايش في مساكن المستقبل اللي وفرتها لحكومة الأسر العريش وكان استقجر مخزن بيقوم من خلاله بجمع الخردة ويباعها ولما النهاردة حصل الخلاف ده للأسف تطور الخلاف إلى أنه استخدم الجاني السلاح وللأسف الشديد راح ضحيته سامي فيعني ربنا يعز أسرته وأحبائه وهيتم الصلاة على الجسمان غدا بعد الانتهاء من كافة إجراءات التشريح وتصريح النيابة والمنطقة اللي سكنين فيها الأقباط بتشهد الحياة هدوء بين الأقباط والكل فاهم ومتفاهم أنه ليس حادث الحقيقة ليس حادث يعني طائفي بل هو حادث جنيعي فيه بردو نياحة كاهن من برشية إنا عقب انتهاء كدس جمعة ختام الصوم ركض في الرب الآب الشيخ الوقور القم السمويل شكري بشارة كاهن كنست العدرة بمدينة إنا القم السمويل ولد في جرجة في خمسة سبتمبر تسعة وتلاتين عالف تسعمائة تسعة وتلاتين خدم بكنيسة السيدة العزراء بإنا كأمين لخدمة عدادي وأصبح أمين عام الخدمة ببرشية إنا وسيومها كاهنة على نفس الكنيسة اللي خدم بها في واحد مارس عام الف تسعمائة تمانية وتسعين بيد ميافة الأنبى شروبيم أسكوف كينة ونالة الكومبوسية في تسعة أغسطس عام الفين واربعة عاش وخدم ببساطة القلب وتميز بالهدوء والسلام حمل صليب المرض بشكر العدة سنين وتنيح زهر اليوم عقب الكداس وكان لا يزال صائما وستقوم صلاة تجنيزه في السامنة المساء اليوم بالفعل طبعا الخبر ده يعني إحنا جايبين وحداكم إحنا بالتأكيد تمت صلاة الجنازة وقدست البابا تودرس تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبى شروبيم أسكوف إنا وقفت ولمجمع كهنة الإبرشية وأيضا لأسرة الكاهن ولكل محبيه وشعب الكنيسة أيضا الحياة يمكن برضو كان فيه افتتاح كنيسة تانية كنيسة الكديسين الأنبى أنتونيوس والأنبى بولا ببورسعيد وسط أجواء سادتها البهجة والفرحة نيافة الأنبى تدرس مطرون بورسعيد افتتح بالأمس كنيسة جديدة بمنطقة الضواحي على اسم الكديسين الأنبى أنتونيوس والأنبى بولا نيافته كان قد وصل للكنيسة زهر وصل لأول كداس بها بمشاركة كهنتها ولفيف من الآباء كهنة الإبرشية وجموع غفيرة من الشعب المنطقة وإحنا طبعا بنقول لهم ألف ألف مبروك افتتاح الكنيسة في هذه الأيام وكنيسة الكديسين الأنبى أنتونيوس والأنبى بولا كنيسة جديدة كانت تحت الإنشاء بموجة بالقرار رقم 960 لسنة 2016 والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض شرق المدينة بحي الضواحي لإقامة كنيسة على مساحة 500 متر مربع بالكنيسة السيدة العزراء بمدينة الخارجة كداس الأربعين لمسلس الرحمات نيافة الأنبى بوطر أسقف الوادي الجديد ده كان يوم السلساء وصل للكداس من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبى بسادة أسقف أخمين مسؤولته والأنبى لوكاس أسقف أبنوب والنائب البابوي لإقبارشية الوادي الجديد والأنبى بيجوه الأسقف ورئيس دير المحرق وشارك في الكداس الأباء كهنة الإقبارشيات وعدد من الأباء كهنة من دوبي عدد من الإقبارشيات ورهبان الأديرة نياحا لروح نيافة الأنبى بوطر وطبعا حضراتكم عارفين أنه هو تنيح في يوم 17 فبراير الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية وكان حيث كان يعالج وأقيمة صلوات تجنيز له بكنيسة السيدة العزراء بدلس ويصلى قدسة البابا صلاة التجنيز بالبطرسية يوم 8 مارس الجيري وسيما نيافة الأنبى بوطر أسقف لعام لإقبارشية الوادي الجديد في مايو عام 2015 نياحا لروحي وعزاءا لكل شعب إقبارشيته فيه كمان فيلم ألام المسيح وكان فيه بارباس كان البطل في الفيلم والحقيقة هو بيقول أنه بعد الفيلم ده انقلبت حياته ووجد نفسه بضعة أشهر عقب هذا الفيلم هو طبعا كان مع ميل جابسون وبيقول أنه فوجئ بأنه هذا الفيلم لما طلبوه أنه الفيلم ده عن ألام المسيح وموته وقيمته وقال إن لم أتخيل أبدا أنه ممكن أمثل في فيلم حول ألام المسيح لأنه كنت بعيد جدا عن الكنيسة كان نفسه يلعب دور بوتروس الرسول وقال أنه شعر بخيبة أمل حين أخبرهم الجابسون أنه هيؤدي دور بارباس وأنه هو اسمه بيرو ساروبي لم يتطلع الأداء دور بوتروس ولم يتطلع الأداء يعني كان بيتطلع الأداء دور بوتروس مش انطلاق من دوافع روحية ولكن لأنه كان أجر يوم التصوير أكبر لمن يمثل هذا الدور المهم أنه هو في النهاية بيقول أنه قبل بدء التصوير بأيام أعطاه من جيبسن قال له تفاصيل عن شخصية بارباس وأنه عزب بشكل كبير وبدأ يتحول إلى شبه حيوان وحشي لا يتكلم بل يعبر بالنظرات وأنه بيقوله علشان كده أنت عندك في نظرة عميقة جدا فعشان كده اخترتك وخلال أيام التصوير الحقيقة أنه هو كان بيرائب اللي بيقوم بدور يسوع وخلال تصويره المشهد اللي بتطلب فيه جموع اطلاق بارباس وإهلاك يسوع قال لك أن في اللحظة دي يعني أنا حسيت أن أنا تقريبا يعني عايش في شخصية بارباس بالكامل وحصلت له زبزبات من الحدث وأنه بعد كده التقت عينه بعين يسوع اللي هو الممثل في اللحظة دي فقال أن النظرة دي كان لها تأثير كبير جدا وشعرت أن فيه طيار كهربائي بيربط بنا ورأيت يسوع الحقيقي ومذو تلك اللحظة يؤكد الممثل الإيطالي أنه كل شيء في حياته اتغير وفعلا بدأ يحس أنه فيه تقرب بدأ يعمل رحلات ويتقرب قوي من الكنيسة دي برضو قصة جميلة جدا وقد إيه فعلا أنه هذه الأفلام حتى وكتير قوي بيكون من العادات اللي احنا بنمارسها في هذا الأسبوع المقدس أسبوع الألام وقرب وفترة يوم الجمعة والفترة دي نحنا كتير قوي بنحاول نحنا نشاهد هذه الأفلام لما لها من تأثير فعلا روحي ونفسي بالنسبة لنا بأن احنا بنعيش ما شعر به المسيح في هذه الفترة من ألام إلى أن يأتي تأتي القيامة جميلة جدا القصة دي وإنه قد إيه فعلا برضو حتى وهو بيؤدي دور برابوس قدر نظرة من الممثل اللي بيمثل يسوع كلنا عارفين قوة هذا الفيلم اللي قام بإخراجه من الجبس فيارب إن شاء الله تكون دي برضو تأثيرات كده بالنسبة لنا إن شاء الله إحنا عندنا يعني حالة إنسانية النهاردة برضو زي ما إحنا عارفين إن إحنا يوم الجمعة بينحاول إن إحنا يكون عندنا حالة من اللي بيبعتلنا على صفحتنا على صفحة التواصل الاجتماعي الصفحة اللي هي الجديدة دلوقتي موراق الأحداث الكارما دكتورة مونة رومان معلش عشان فترة نقل من الصفحة لصفحة كانت برضو في ناس مش قادرين يوصلون لنا وكانت الحالات اللي كانت ما بعتلنا قبل كده أنا بقول برضو لكل مشاهدينا من فضلكم إن الصفحة تلغت بالكامل الأديمة مش قادرين نوصل لأي رسائل إحنا بنحاول يعني نصلي إن ربنا ترجع تاني وفي محاولات بكده لكن حاليا فبالتالي ابعتلنا على الصفحة الجديدة دوروا عليها موراق الأحداث الكارما دكتورة مونة رومان سهل جدا وكتير جدا بنحاول ننشر عليها أخبار واستورع بحيث إن هي تنتشر بين حضراتكم وبرضو بنقول اللي معنا في الصفحة يحاولوا يساعدونا في النشرة علشان خاطر توصل لنا لاستغاثات وتوصل لنا الحالات وبنشكر كل اللي دعموا الحالات المرضية اللي كانت قبل كده حالات كتير وصلتها بالفعل الدعم بتاع حضراتكم وفيه كان دعم برضو لأسرة جيرجس بارومي ودعم آخر إن شاء الله يوصل في الطريق في الفترة اللي جاية الحالة يترى معنا ولا لسه طيب برضو فيه تنبيه مهم جدا بالنسبة لإنه في قطع المية عن مناطق في مصر اخبار مصر بقى إنه فيه مناطق كتير هيتقطع عنها المية لمدة ستاشر ساعة يوم الحد اللي جاي محافظة الجيزة قالت إن شركة مياه الشرب وصرف الصحي هتقطع المية عن بعض المناطق بأحياء العمرانية والهرم لمدة ستاشر ساعة من الساعة تمانية الصبح الموافق الأحد واحد أربعة اللي هو أول إبريل وحتى الساعة السانية عشر يا جماعة دي مش كتبت إبريل خلوا بالكم وحاولوا إنه ما ساكنين في المناطق دي بالتأكيد طبعا تم الإعلان في التلفزيونات المصرية والفضائيات المصرية وفي الجرايط علشان خاطر الناس اللي ساكنين في هذه المنطقة ياخدوا بالهم المناطق اللي هيطيط عنها المية يوم الحد من الساعة تمانية الصبح وحتى الساعة السانية عشر مساء ستاشر ساعة هم العمرانية الغربية الزهراء مدينة الحرية الكنيسة أو الكنيسة وأرض البحر والإخلاص والشوارع كمان مستشفى الصدر عدو يسليم محمد فؤاد سعيد جسر الكنيسة وعثمان محرم وعثمان أحمد عثمان وفيه المريوتية طريق سياج وزغلول وبولهول السياحي والمجزر الآلي وكفر المنفى كفر الجبل نزلة البطران نزلة السيسي نزلة السمان وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابس تدبير احتياجاتهم من المية خلال فترة القطعة احنا حبينا نقول كل المناطق علشان برضو حضراتكم اللي مشاهديننا وما كانوش عارفوا الخبر ده من ما هذه المناطق يعرفوا الخبر ويبتدوا يدبروا احتياجاتهم وربنا يكون معاك وتعدي نعرفك تبقى صعبة أو حكاية إنه مبقاش فيه معي طيب معينا دلوقتي الأستاذ مينا فايز عند 31 سنة هنعرف احتياج مينا لإيه برحب بيك يا أستاذ مينا أهلا بيك معينا مينا مينا أهلا بحضرتك أهلا بيك يا مينا أنت عندك 31 سنة آه إن شاء الله طيب إيه اللي عندك يا مينا أنا في ذات الكلام قادص أنا كنت لابس ندارة عادي آه في الأول يعني وكل كنت كل شيء أغير ندارة كل 6 شهور وآه جيت لما رحت للدكتور قال لي أنت ما فيش ندارة تانية عاش انت عندك كرانية مخروطية وآه ما ينفعلكش ندارة تانية اسمها كرانية ايه مينا آه كرانية مخروطية مخروطية تمام آه آه تمام راحت راحت للدكتور اللي بعت لكم الورقة عنده آه الورقة على الصفحة يعني آه عمال لي إشعاعات وعمال لي فحصات يعني تحقيله كده آه قال لي أنت إيه ده ما تحليني يعني ما زرعة كرانية أي ودي تكليفتها يعني نكلفة شوية آه لما تثبت نظر وتركب عبسات إزاز طيب آه هل دلوقتي فيه تغطية من تأمين أي تأمين صحي ليك يا مينا على بالنسبة للموضوع ده آه ومعنى وعنى ريسة بكملك هاو اتفض آه راحت نطره خلاص نعمل التثبيت النظر ووراك لبعثت إزاز آه عملتهم يعني كانت تكليفتهم بسيطة آه يعني بالفعل انت عملت عملت الاختيار ده اللي هو تثبيت تثبيت النظر تثبيت الكورنية وركبت عبسات إزاز تمام تثبيت الكورنية وركبت ليك سنة آه آه عملت لي بقى التعبات وكرفع العين ومكتش أذرة فلت عيني خالص ورحت للدكتور تاني آه نفس الدكتور قال لي لأ انت عينك مش حاضع العدسة وعملت لك التعبات وتعب جامد وذو طبقا عملت قال لي انت كده ما ينفعلنش غير زرع الكورنية تمام طب زرع الكورنية انت ايه قال لي زرع الكورنية الكاليفة تفضلت ايه من سبعين لثمانين قلت له قال لي عشان احنا نستهردها من بره وكلام بكل تمام بالطول انا دهوقتي ما عايش ان انا اعملها آه قال لي لأ ما هي ما قدمكش حل ازر كده يعني انت كده حتى الاختيار اللي هو كان تكلفته بسيطة ما ننفعش طب مفيش اي دعم عملتو 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 بس ما ننفعش ايوه ايوه طيب الاختيار بقى بالنسبة لزرع الكورنية مفيش اي تأمين او مفيش اي جهة ممكن ان هي تدعم بمبلغ ونحاول نشوف المبلغ الباقي لان تمانين الف انت بتقول اه اه خدت الورق وروحت المساشفة الرمض اللي عندي الساحل ايو عشان انا انا عايز في الورق هنا بس يعني انا انا من الميني رسعت في الورق هنا ايو اه رحت المساشفة الساحل الدكتور عمل لي اه كشف واثنين واداني مراهب مانش عاليها واطرار وبعد كده قال لي تيجي بعد سنة مهم حددنا لك ايه حددنا لك ايه حددنا لك كرانية واحدة من الاثنين اه اه انا كده كده لما بشوفك عالس ما بشوفش حاجة ما بعرفش شوفه لو اعرف اشترك قال لي لما دارة بوقتي ميت تيجي بعد سنة نكون حددنا لك واحدة تعمل واحدة وبعد كده تيجي وتمشي في ورقة هيه في ورقة اللي في راقة التانية طب دي هتكون على نفعة الدولة يعني ولا هتبقى ازاي اه دي 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 على نفعة الدولة اه بعد مشيت في الورق قال لي لسه بقى نظورك ممكن بعد سنة بعد سنة ونص حتى نظورك يلي قال لي تيجي كل اسبوعين ثلاثة تسعة لعندورك قلت له ايه ماشي وانا كده يعني ده اللي حصل اخر مرة كدت عنده كان يوم الحد اللي فات دوت قال لي لقى لسه انت قدمك سنة او سنة ونص انت قدمك كدير عشان البنك انت على الكرمية ما يفعل كرمات كتيرة تكفل تكفل المرضى يعني تمام طيب يعني انت تقصد انه كده بالنسبة ليه انك على نفعة الدولة فيها انتظار وفيها ويت يعني لسه بكل شوية فيها انتظار كتير مكواجي وعايش في الوراء طيب عايش في الوراء طيب يعني انت كده علشان تعمل العملية دي هو ده اقل سعر تمانين الف جنيه لو انت هتعملها برا لو اعملها برا نقال لي من سبعين لثمانين عشان نستوردها لو ارحت لتبع التأمين طبع يعني نسيش في حكومية وكده قال لي لنسلنا دورك سنة او سنة ونص حسب ما بدور يجي عليك عشان ما فيش كرمات نفاية في العمليات يعني في قد في المكان بتاع الكرمية في البنك بتاع الكرمية طيب احنا طبعا بندع مشاهدينا لو اي حد يعني يقدر يدعم مينة وفي نفس الوقت نحاول نتكلم عن الحالة مرة تانية مينة على اعتبار ان احنا برضو المبلغ الحقيقة كبير وانت مفيش اي جهة حتى خالص تقدر تساعد باي جزء منه ده سبعيني خالص نعم طيب يعني انا اللي تقمت الاولان هي اللي دلت عاملها وبعد ما عملتها قديني سنة يعني انا ايه كنت ماشي بعمل كل شيء خطي بين جفعيني عشان نستحمل حدثة يعني كده احنا فهمنا انه للأسف ان انت حاولت تاخد الجزء بتاع انه تثبيت النظر والعدسات الزوجاجية ولكن للأسف فشلت معيك فانت كده ملكش عليك غير موضوع زرع الكورنية يعني بتمنى لو في اي حد يقدر يساعد برضو من دكاترة الرمض اللي بيشوفونا ومن مشاهدينا اذا كان برضو ممكن يكون فيه مكان تاني يكون فيه الويتنجلست اقل بحيث ان احنا نوجه مينة ليه اذا نقدر نساعد وهنتابع معاك يا مينة وربنا يسهل وزي ما بقولك طبعا هنحاول نشوف الاستجابة ان شاء الله وبالنسبة ليه ازاي ايه سبل ازاي ان احنا نقدر نساعدك بالنسبة للعملية ربنا يكون معاك وان شاء الله يعني بطلب من المشاهدين على قد ما نقدر اي حلول بالنسبة لحالة مينة لانه محتاج زرع كورنية ودي هتتكلف تمانين الف وانه لو استنى وهو مش قادر طبعا يشوف هيستنى فترة طويلة قوي على بال ما ييجي الدور بتاعه ربنا يمد ايده بالشفة يمينة وربنا يكون معاك ان شاء الله طيب ده يعني بالنسبة للحالة وهو زي ما قلتلكم وبدعوكم مرة تانية اي استغاسات او اي مشاكل او اي حاجة بعتولنا على الصفحة الجديدة البرنامج او مورا الاحداث القرمة دكتورة مونة رومان ده الاسم اللي في صفحة اللي هي تابعة للبرنامج واللي بنستقبل عليها رسائلكم وكل حاجة نروح بقى طبعا لنتيجة الانتخابات الرئاسية وبالتأكيد احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه بالنسبة للنسبة اللي هتكون هيحصل عليها الرئيس السيسي لان يبدأ ولايته التانية مش كانتش يعيكونوا توقعين وكانتش هتقل عن يعني حاجة وتسعين في المية وبالفعل المؤشرات الاولية بدول انها سبعة وتسعين في المية الفكرة كلها اللي احنا كنا منتظرينها نشوف عدد الاسوات اللي شاركوا في الانتخابات اللي قدلوا باسواتهم بلق حوالي 25 مليون ناخب وحصل السيسي على نحو 23 مليون كل دي جماعة مؤشرات اولية النتيجة هتعلن بشكل رسمي بدقة بكل الارقام الدقيقة ان شاء الله يوم لاتنين القادم اتنين ابريل طبعا كده بالنسبة لنا برضو بدأت المؤشرات دلوقتي موسى مصطفى موسى حصل على 3% الموضوع بقى ان كان فيه اصوات بطلة كتير حوالي واحد ونص مليون صوت كانوا اصوات بطلة الهيئة الوطنية للانتخابات هتعلن يوم لاتنين ان شاء الله النتيجة في مؤتمر رسمي وهتكون برضو هيدموا فيه سوق تصويت نتيجة تصويت المصريين في الخارج وانه هتبقى زي ما بقولكوكو الارقام الصحيحة طبعا كانت قال برضو انه بعد ما بيتم الاعلام بيبقى فيه بعد كده الطعون واذا ما كانش فيه طعون بتبقى خلاص كده الموضوع انتعب اللافت للنظر ان الحياة منطقة الساحل كانت اكتر منطقة سجلت نسبة حضور على مستوى الجمهورية 85% واقل نسبة دميات الجديدة والخانجة نسبة 7% يعني دي المؤشرات الاولية اللي اعتقد ان هي بشكل كبير هتكون صحيحة اكتر منطقة كان فيها نسبة حضور اللي هي نسبة مشاركة نسبة تصويت من العدد المقيد في منطقة الساحل كان 85% منهم حرصوا على انهم يشاركوا بالنسبة للي برضو عندنا طبعا كله بقى كان في الفترة اللي فاتت من ساعة ما كنت خلصت معكم الحلقة الاربع وقلتلكو ان كانت بالليل بعد غلق اللي جان من الساحل ساعة عشرة مساءا بالليل وكانت طول الليل الاخبار كانت جاية المؤشرات من كل مكان بقى الجيزة السيسي حصل على مليون وثنين وتسعة الف صوت موسى تمانية واربعين الف الاسماعيلية كل المناطق كانت يعني زي ما بقول لكم كان كله بقى باللجنة لجنة بمحافظة محافظة كانت كل الدنيا ظهرت احنا على الحد ما يعني جايبين لحضراتكو كده رفلي يعني او اللي هو يعني المؤشرات الاولية بالتقريب لانه ان شاء الله يوم لتنين هتكون عندنا الامور بالكامل المحافظات الاقل مشاركة بالانتخابات كانت القاهرة ستة عشرين في المية انا تلاتين في المية اسوان تسعة عشرين في المية لقصر اتنين وتلاتين في المية الاسماعيلية تمانية وتمانين في المية الوادي الجديد كانت تمانية وخمسين في المية الغربية خمسين في المية بورسعيد تمانية واربعين في المية المنوفية 48% جنوب سيناء 51% والبحيرة 48% يعني القاهرة الحقيقة برضو كانت 26% نسبة قليلة يعني بالمجمل برضو النسبة طبعا كانت المشاركة كانت نسبة قليلة الأبطال وأصواتهم الحقيقة كانت برضو دي لفتة للنظر جدا موضوع إبطال إن إحنا نلاقي الإبطال الصود ده وكان فيه برضو معرفش إذا كان معنا ولا لأ كان من البوابة نيوز كانوا عاملين يعني أهم الحاجات اللي هي كانت مكتوبة بالنسبة لإبطال الصوت احتمال تكون معنا يعني بعد قليل نعرضها على حضراتكم خلينا طيب كان فيه برضو تقرير من سكاي نيوز حول العملية الانتخابية وهذا التقرير كان بعد إغلاق اللي جان على طول وكانت يعني برضو تقرير شامل أمور كتيرة مهمة لغاية ما نشوف إذا كان معنا اللي هي موضوع الإبطال لأنه إبطال الصوت ده واحد ونصف مليون صوت باطل كانوا نشوف مع بعض سكاي نيوز التقرير بتاعه تطور على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر لكن عمليات فرز وتجميع واعتماد الأصوات ما زالت مستمرة لحين إعلان النتيجة الرسمية في الثاني من أبريل الانتخابات تابعتها عشرات المنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها الكوميسة وهي تجمع لدول جنوب وشرق إفريقيا اليوم أعلنت عن نتائج متبعتها للانتخابات في ست محافظات مصرية من خلال ثلاثة وثلاثين مراقبا هذه الانتخابات كانت منظمة بشكل دقيق ومحترف النظام كان يسير بشكل ممتاز ولحظنا تدفقا كبيرا وسلسا للمصويتين وسط تنظيم مميز من القائمين على التصويت الأرقام الأولية تشير إلى فوز السيسي بأكثر من 90% من الأصوات وإلى أن الأصوات الباطلة فاقت تلك التي حصل عليها منافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى أعتقد أن هذه الانتخابات لم تكن تنطبق عليها نفذ التنفسية بمعنى التنفسية نحن لدينا رئيس جربها المصريين أربع سنوات لديه قاعدة شعبية كبيرة لديه قاعدة شرعية الإنجازة الكبيرة في كافة المستويات واعتقد في مقابل المرشح الآخر لما يكون أحد يعرفه هو مرشح نزل وليس لديه رسل سياسي المؤشرات لا تحمل مفاجآت كبيرة وعملية الاقتراع صارت بشكل سلس من دون معوقات تذكر حزب المتابعين الأرقام نهائية للاستحقاق الانتخابي تنتظر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أيام الكل طبعا زي ما قلنا ان احنا ما تفجئناش بالتأكيد بالنتيجة ولكن كان محتاجين كنا نعرف قد ايه شاركوا بالفعل ومستنين النتاج الرسمية علشان يتم ضم الأصوات المصريين في الخارج للأصوات في مصر وتنتج وتكون عندنا النتيجة الدقيقة هيكون ان شاء الله مؤتمر صحفي الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين اللي جاي ان شاء الله وزي ما قلتلكم انه كان موضوع انه أعداد كبيرة تكون تم إبطالها او الأصوات اللي تم رسدها الباطلة واق مليون ونص صوت وده كان عمليات الفرز بعض اللي جاي من الانتخابية كشفت عن مواقف طريفة أظهرت الحب الشديد من المواطنين للرئيس يعني الإبطال كمان كان جيب انه مثلا بحبك يا سيسي اللي هي التعبير عن الحب والتعبير عن الأي كتابة طبعا حضراتكم انه معروف انه أي كلمة بتتكتب من غير على جنب علامة صح بتبطل بحبك يا سيسي بتبطل الصوت خلاص يعني كده الصوت باطل بالتأكيد يعني الحبيبي ده صوت باطل يعني فدي يعتبر زي ما بتقال كده انه تقريبا كان يعني مواقف طريفة ولكنه وقعت المصر أمانة وقعت الناس في انه بطاقتهم دي كده بطاقت لغية طبعا ده أبطل بال يعني ده أبطل أبطل يعني ده عامل غلط وغلط ده حد يعني مليون نعم طبعا برضو ده يعني مش هينفع المفروض انه كان معرفش هل ده توعية في واحد بصم البصمة هي زي ما انتو شايفين طبعا فدي كلها كانت أمور موافقة على يعني ترشيح سيادة الرئيس وعمل صح وماضي كمان يعني طبعا يعني دي كلها زي ما حضراتكم عارفين انه إبطال الصوت بانك تحط اي حاجة غير علامة الصح اي حاجة فمعرفش ازاي هل دي ما كانتش واضحة هل ما كانش فيه توعية كفاية هل الناس دول عامين كده قصد الحكاية انه طبعا كانت غريبة شوية وزي ما انتو شايفين كده كان تم رصد هذه الأمور برضو حاجات بقى صارت يعني فيه تصريحات طبعا لموسى مصطفى موسى وفيه أمور كتيرة برضو كانت انتشرت الفترة اللي فاتت وفيه برضو جدل كده حصل طبعا على المنشط الخاص بالمصر اليوم وموضوع المحافظة الأليوبية اللي كان بيتكلم عن مكافأة الكنيسة أو الابرشية والعدد الكبير اللي يروح منها كل دي هنقوله لحضراتكم بس خلينا برضو انه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أرسل برقية تهنئة يعني كده الفكرة انه احنا الرئيس فائز فائز يعني وزي ما بقوله حضراتكم احنا ما تفاجئناش يعني هي الفكرة انه هو الفوز فوز طبعا كان بالتأكيد كلنا كنا توقعين اكتر من 95% فبالتالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم ينتظر لاعلان النتيجة الرسم يوم لاثنين ولكنه أرسل برقية تهنئة اليوم وجاء في البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي ونص البيان الصادر عن الكريملين أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم العالية بين مواطنيكم والدعم الواسع للتوجه الذي تتبعونه لحل المهام الاجتماعية الاقتصادية والاقتصادية الرهنة وتعزيز الاستقرار في البلاد واضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في برقيته لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرارا للتعاون السنائي زلما فعل متبادلة في جميع المجالات وكذلك تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية وهذا بلا شك يصب في مصلحة شعبي بلدين الصديقين وبكده أعتقد أن الرئيس الروسي بتهيألي كده هو أول حد أرسل برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة تولي فترة رئاسة تانية موسى مصطفى بقى قال أن المؤشرات بتأكد حصولي على 1.5 مليون صوت بالداخل والخارج وطبعا زي ما بنقول أنه إحنا منتظرين النتائج بلا شك أنه كان ناس متخيلة أنه لا هياخد أقل من كده بكتير بس زي ما بقول لحضراتكم يعني هننتظر علشان خاطر الأرقام الرسمية وبرضه بيقول هو بيفكر في زعامة المعارضة التي تعمل من أجل شعب مصر يعني الفكرة هنا أنه عايز يكمل في الحياة السياسية من ناحية أنه مش معارضة السيسي كمعارضة يعني صريحة لا المعارضة من ناحية أنه يرتقي بمصر أو إيه الأفكار اللي ممكن أنها تكون مؤثرة وإزاي أنه هو برضو يعني بيقول أنه هو رفض أنه يتم تعيينه في البرلمان بدل مستشار سيري سيام وأنه في حال عرض عليه المنصب سوف يرشح أحد من قيدات حزب الغد الذي يترقصه يعني مش ناوي حتى يدخل في البرلمان ولكنه هيكون في المعارضة اللي هي تعمل من أجل شعب مصر بيقول كانت فيه برضو بعض الأمور عن أنه يعني انتخبت موسى حسيت أنه محتاج وجبر الخواطر على الله دي واحدة اسمه مائشة حاتة بتقول أن أنا قررت اختيار المرشح موسى مصطفى موسى رغم علمها أنه لن يحصل على أصوات كتيرة والنتيجة محسومة لصالح منافسه الرئيس السيسي لكن بتقول أنه وما فيش أي شكل من أشكال التكافؤ بينه وبين السيسي ولكن هي حسيت أنه محتاج دعم فأعتقد أن عدد الأصوات ده برضو كان نتيجة لأنه كده كده احنا عارفين أن النتيجة هتكون في صالح الرئيس السيسي وزي ما انتشر زي ما قلت لحضراتكم في آخر يوم من أيام أو قبل يعني في الأيام في أيام الانتخابات نفسها والانتشر أنه يا جماعة فيش داعي أن حد يعني يقول أي حاجة يعني تمثل مرشح موسى مصطفى موسى وأنه والشكر واجب لي وأنه عارف كويس قوي انه مفيش تكافؤ ويا ويا ولكنه دخل يعني قبلة أنه هو يعني أو يعني زي اللي عارف ده بس مفيش مشاكل جرب ودخل وكان بيقوله لازم نشكره يعني وواضح أنه فيه كان كان فيه برضو عدد كبير كان جبر خواطر فهذه حاجة برضو جميلة يعني مش حاجة وحشة يعني برضو طبعا انتشرت حكاية الغرامات يا جماعة هتنفذ ازاي والقليات ايه وجوم قالوا ده خلوا بالكوا اللي ما راح تشارك احنا بنقول 24 مليون من عدد حوالي 50 مليون او اكتر مسجلين يمكن 55 مليون تقريبا مسجلين في قوائم الانتخابات فاللي راح صوت على حسب المؤشرات الاولية 25 مليون يعني معنى كده ان احنا عمدنا حوالي 26 مليون او اكتر ما لم يدلب اسواته وكانوا بيقولون في غرامة اللي هي 500 جنيه طب الغرامة دي بدأت تنتشر بقى امور خلوا بالكوا ده الغرامة هتتحط على فطورة الكهرباء فاكد مسؤول بوزارة الكهرباء انه يا جماعة مفيش صحة للكلام ده مفيش اي فرض غرامات هتتحط على فواتير المواطنين وانه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دي كدبة ابريل فمفيش قصة انه هتبقى فيه غرامة على فواتير الكهرباء طيب ايه ممكن ان ازاي تتحصل الغرامة دي ففيه خبير قانوني ودستوري المستشار خالد الكوشي من حق الهيئة العليا للانتخابات انها تطبق القانون اللي وافق عليه مجلس النواب واللي هو الغرامة المالية اللي هي 500 جنيه لمن يتقاعس عن الادلاق بصوتي في انتخابات الرئاسة وقال ان الدولة سوف تحصل تلك المبالغ من خلال خمسة طرق ممكن ذهاب المواطن للي ما يجي يحصل على ابطاءة رخصة قيادة او الدفع الفوري للغرامة بقى انتصل الى كل مواطن وعليه ان يدفعها او من خلال خصمها من مرتب الموظف العام او موضعها امام المواطن عندما يحاول استجراء استخراج اي مستند رسمي فبالتالي قالك ان احنا عندنا قليات وهنحاول نطبق القليات دي فيه ناس برضو متشككة من انه او يعني بتقول لا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها مش تطبق الحكاية دي خالص وما تقلقوش الله اعلم ايه اللي هيحصل ولكن يعني هنشوف هل برضو هيتم اعلان في المؤتمر الصحفي بالنسبة لإعلان النتيجة هل هيتم التطرق لهذه الجزئية ولا لا وهل بالفعل ممكن يطبقوا الغرامة بالطرق اللي هي زي ما قالوا كده وانت بتستخرج بطاقة مستند رسمي من مرتبك في الوظيفة الله اعلم كل ده كلام ولكن موضوع ان هي هتتحط الغرامة على فطورة الكهرباء ده تم نفيه بشكل قاطع فيه طبعا الموضوع بتاع انه المحافظة الاليوبية اللي كان نزل يعني انه هيكون فيه مكافأة والمكافأة دي يعني هتتحط على مئة الف مئة الف جنيه علشان يشجع هو نفسه يعني انبارح كانت النائبة نادية هنري كانت كتبت على صفحتها ان هي متضايقة اساسا وانه هي جماعة اللي بيحصل ده وانه المحافظين اللي كانوا بيشيروا الى موضوع مكافأات عموما ده ما كانش المفروض يكون يعني يتعامل وانه قدمت بالفعل طلب احاطة لكل من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية بشأن ما جاء على لسان عدد من المحافظين الامر اللي بيعده مخالف للدستور والقانون واهانة بالغة رقم 30 معلش معنا الاول ده طبعا الانبا موسى لما رد على الانبا مرقص عفوا لما رد على الموضوع ده ده طلب الاحاطة اللي قدمته الاستاذة نادية هنري لانه محافظ الاليوبية وفيه محافظ ده تاني مش عارف محافظ البحيرة ولا فين تاني كان برضو موضوع قصة انه مكافآت وبس محافظ الاليوبية الحياة كانت القصة ان هو وداها في سكة كنايس وفي سكة برشيات فطبعا ده اخضب ناس كتير جدا مما دعا انه الانبا مرقص نزل بيان رسمي بيرفض فيه قالك ان احنا يعني عرض محافظ الاليوبية الكنيسة تعلن بان تعلن الكنيسة بشدة ان الكنيسة تمارس عملها الرعوي والتربوي الوطني بكل قلبها ولن ولن تقبل مكافآت على خدمتها ورعيتها وانها هستستمر ولن تتراجع عن دورها الرعوي والتعليمي بسبب ردود الافعال السلبية نتيجة الخبر فايبقى المكافأة اللي اعلن عنها محافظ الاليوبية عملت اصادة رهيب جدا والمحافظين كمان اللي علنوا عن مكافآت المسيلة لكن محافظ الاليوبية لانه راح ناحية الكنيسة هو جي برضو بعد طبعا لما شاف الدنيا دي كلها وردود الافعال الكتيرة كان في خبر النهاردة بيشير الى انه محافظ الاليوبية ألغى تخصيص المئة الف جنيه للإبرشيات وهو قال لك ان انا كنت اعملها بهدف التشجيع بس ان الناس تنزل تشجع محافظ الاليوبية يلغى تخصيص مئة الف جنيه للإبرشيات الاكثر تصويت وبيقول كان هدفنا الحجد حتى لو حضرتك لغيتها حتى لو كان فكرة هدفها الحجد انه ما كانتش ملائمة جدا ابدا ولا انك تدخل الكنيسة بهذا الشكل وانك انت تتكلم عن انه الكلام بتاع انه الإبرشية الاعلى تصويت في الانتخابات الرئاسية الرئاسية من إبرشيات الاقباط التلاتة بالمحافظة ان الإبرشية الاعلى يعني انت بتعمل كده كمان يعني كانت حاجة غريبة انك انت عايز يعني تعمل منافسة بين الإبرشيات وانهما هيحصلوا على مئة الف جنيه من حضرتك يعني كانت برضو الحقيقة يعني اعتقد ان الموضوع فعلا نتمنى الاستجابة لناديا هنري النائبة ناديا هنري بموضوع طلب الاحاطة وبانه يعني ما كانش صحة ابدا 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 انه يعرض هذا الامر على اساس تشجيع ابرشيات يعني وانحنا زي ما قلنا برضو ولا انه الحاجات اللي كانت انتشرت الفترة اللي فاتت وبأكد مشاركة المسيحيين في كل الابرشيات وخارج مصر وفي كل مكان لانهم عارفين ومدركين وليهم دور وطني مشهود بيه على مستوى السنين اللي فاتت كلها بالرغم من اللي بتعرضنا ليه وحاجات كتيرة جدا لكن معروف جدا دور الاقباط الوطني في اي مشاركات في مثل هذه الامور يعني فنتمنى ان يكون فعلا الموضوع ده ما يتعداش يعني تيقل يعني المفترض انه يكون فيه المحافظة الاليوبية والمحافظين اللي عرضوا مثل هذه النوع مثل هذا النوع من المكافآت والكلام ده يجب حسابهم يعني دي اعتقد يعني وجهة مصر الحاجة الثانية بقى اللي اثارت الجدل احنا عرضنا على حضراتكم وزي ما انتم متعودين معنا في ان احنا بنعرض منشتات الصفحات الاولى من الجرائد المصرية اللي بتصدر المساء اللي بتكون تاني يوم وعرضنا على حضراتكم المنشت بتاع المصري اليوم اللي هو كان مذكور فيه الدولة تحشد الناخبين في اخر اي من انتخابات اللي هو المنشت بتاع الخميس وبيظهر الاربع بالليل ومعنا الصورة الوحدها بحيث يعني تبقى الاكبر لانه هم كانوا برضو بيتكلموا على انا زي ما قلتل لحضراتكم انه اللي حصل في اخر يوم في اليوم التالت في اليوم التالت كانت الحقيقة كانت القصة كلها انه فعلا لقينا انه بدأ الكلام عن الغرامة يتساعد بدأت الامور كمان اللي هي القصة اللي هي خاصة بانه يكون فيه في الجوامع بيناده يا جماعة انزلوا والكلام ده كله فالحقيقة زي ما بقول لكم انه اللي حصل انه زي ما انتم شايفين العنوان العنوان كان بهذا الشكل الوطنية الدولة تحشد الناخبين في اخر ايام الانتخابات الوطنية تلوح بالغرامة ده اللي حصل بالفعل حقيقي مسؤولون يعادون بمكافئات مالية ده اللي حصل برضو وهدايا امام اللي جان ومحافظ كفر الشيخ للمقاطعين قالهم في تصريح ليه قال جاتكم ستين نيلة انا اسفة يعني اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على افاكم فبالتالي ان هي اختارت هذا الامر جابة اهجوم رهيب بانه ايه ده انتوا بتقصدوا يا مصر اليوم انتوا كتبينوا على اساس ان انتوا مش عارف ده 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 وصل الامر انه قالك انه ده 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 صحفي قطري اللي كتب مع محمد موسى مش فاكرة مين اللي قال كده ده ببنكهة قطرية ده مش عارف ايه ده اخواني في النهاية دي كانت الطبعة الاولى الطبعة التانية زي ما انتوا شايفين اهي راح اتغيرت خلاص انتوا عملتوا قلق ومنتوش فاهمين يعني المنشت ده ايه فراحوا كبين في الطبعة التانية اساسي اكتسح موسى في المؤشرات الاولية للفرز وكانت بعد ما الطبعة التانية طبعا برضو هو في ناس قالك اه ده تراجع وتقهكر وده اوامر وبتاع هي بالفعل الطبعة الاولى لما بتصدر بتصدر بدري قوي ده بيبقى بتوقيت مصر بتالي تمانية تسعة بالكتير عشرة مساء وده الرصد اللي ترصد فعلا لاخر يوم ده اللي حصل في اخر يوم ولكن الطبعة التانية كانت بدأت اللجان والفرز وكان فيه فعلا اكتساح المهم ان ايه بقى القصة دي كبرت بشكل غير طبيعي وطبعا حضراتكم متوقعين ان بالتأكيد هيتم بلاغات ومين اول واحد ممكن يقدم بلاغ ضد المصري اليوم طبعا المحامي سمير صبري وقد قدم المحامي بلاغ عاجل للنائب العام المحامي سمير صبري بلاغ عاجل للنائب العام والنيابة قامل الدولة العليا ضد جريدة المصري اليوم وقال صبري على الصفحة الاولى يتصدر منشط المصري اليوم بتاريخ تسعة وعشرين تلاتة الفين وثمانتاشر وفور انتهاء العرس الانتخابي الذي ازهل العالم كله والذي اثبت ان مصر نبض الامة العربية بل والعالم كله منشط مسموم مغرد سطر بمداد اسود خسيس اهانى المصريين جميعا ووجه عبارات عفوا يعني قذرة اساءت لكل مصري شاركة وادلة بصوته ووجهت التهمات حقيرة لكل اجهزة الدولة مؤسساتها والتي يعف اللسان والقلم عن ذكرها وثبت يقينا ان كل ما سطر بشكل يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية مما يحق للمبلغ التقدم ببلاغي هذا ملتمسا التحقيق في ما ورد به بعد الاطلاع على حافزة المستندات المرفقة وتقديم المسؤولين عن نشر هذا المنشط للمحاكمة الجنائية العاجلة المصري اليوم ردت وحقها طبعا انها ترد الاول انه الاعلى للاعلام الاول قال انه هم بالفعل طلقوا لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الاعلى للاعلام للتنظيم الاعلام عدة شكاوى طب هو محدش قدم شكوى ضد الاستاذ مكرم محمد احمد لما تلفز بلفز خارج وهو على الهوى ما سمعناش يعني والاستاذ سمير صبري معرفش ما قدمش ليه طب شكوى ضده هو تلفز بلفز خارج جدا يعني احنا حتى يعني ما قدرناش ان احنا هنعرض لحضراتكم الفيديو ده هل تم تقديم بلاغ للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لانه هو اللي بيرقسه المكرم محمد احمد ما علينا المهم انه انا اقول لحضراتكم هما يعني طبعا في شكاوى والبلاغ ده اللي قدموا دكتور المحامي عفون سمير صبري اتى عبداللطيف المناوي العضوة المنتدب لجريدة المصري اليوم وقال في يعني توضيح لهذا المنشط مفهوم الدولة في الجريدة هو العام فنحن نعتبر انفسنا داخل المؤسسة جزء من الدولة المصرية فالحكومة جزء من الدولة وليس كل الدولة والدولة قامت بالحجد الايجابي الدولة ده طبعا الكاتب الصحفي طبعا مكرم محمد احمد بالنسبة للجنة لكن المناوي عبداللطيف المناوي زي ما قلت لحضراتكم قال ان الدولة بالفعل كان في حجد ايجابي وهو ده غلط وهي انما الدولة تقوم بالحجد وتحفز المواطنين على انهم ينزلوا هل ده يعني منشط غلط عموما بيقولك ان احنا كمان كصحيفة عملنا على الحجد باعتبرنا جزءا من الدولة عن طريق الرسائل ورسائلنا المختلفة وانه اي شخص كان عليه ممارسة حقه بالتسويت بنعم او لا ده معناها ان احنا كنا بنقول للناس يلا انزلوا اسمه حجد هذا التعبير يسمى حجد المؤسسة مع فكرة الدولة القوية ثابتة وبيكمل المناوي الحقيقة وبيقول انه ليس هناك نواية للاخطاء وربما لا تكون هناك دقة في اختيار الالفاظ التي لا تناسب الظرف السياسي الحالي والخطأ وارد مع ضغط العمل ونحن قررنا تغيير الطبعة التانية فورا وانشارنا بيانا يفسر ويشرح للكراء الموضوع من الممكن ان يمر مرور الكرام بمجرد التعديل الذي اجرناه ولكن عملية التسخينة التي قام بها البعض ليس في صالح احد خاصة لاننا ننتظر على النتيجة الانتخابات الرئاسية وقال المناوي انه كان يجب ان نقف عند حدود المناقشة الهادئة وليس الهجوم بسوط عالي ومن الصعب اتهمنا في تلك المؤسسة الوطنية والتي تعمل لصالح الوطن باننا نعمل ضد الامن القومي للوطن وخاصة ان انا نسعى لدولة وطنية قويل انا بقول لكم الاتهمات وصلت بالامر انه ايه ده دي قطر هي اللي كتبه دي قطر هي اللي بتناول الجريدة دي قطر مين الصحفي اللي كتب مين يا جماعة يعني وكأن فعلا وعلت الاسوات بشكل كبير جدا وكانت على بوقع التواصل الاجتماعي كل مبارع منشط المصر اليوم منشط المصر اليوم فطبعا كانت حكاية كبيرة جدا النفس المصري اليوم يعني زي ما بقول لكم كانت بتقول انه الحجد ايجابي وانه برضو يعني كان في بعض برضو اللي دفعوا عن الموضوع المنشط وهم زي ما بقول لكم وناس برضو بقى دخلت لها لهم بيعتزلوا احنا مش هنقبل الاعتزار ده منشط لا يمكن الاعتزار لا يمكن قابل الاعتزار معاه وكل هذا الامر يعني اللي حصل اعتقد انه يمكن برضو لو قدرنا نفتح الخبر ده انه يعني الناس وضحوا بكل اللي اللي يمكن توضيحوا انه الامر ما كانش خارج ابدا عن اطار توصيف ما حدث في اخر يوم وانا انا كنت معاكم على الهوى برضو احنا بنتكلم وزي ما قلنا الجوامع بدأت ميكروفونات الجوامع المسئولين اهو والطلب الاحاطة اللي مقدميه اللي مقدميه الحياة اعتقد كل ده كان برضو امور زي ما حضراتكم يعني شفنا انه كان يعني اتكتب اترصد فكتبت المصري اليوم الحقيقة انه صعب جدا ممارسة مهنة الصحافة في جريدة يومية وانه المنشطة احيانا بيكتب نفسه بنفسه وقالك انه كلمة الحجد تقررت في بيانات رسمية واعلامية في الصحف والمواقع الفضائية العشرات المرات طوال ايام الانتخابات ولما جعلنا منها مادة المنشطة الصحيفة الدولة تحشد اتقلبت الدنيا علينا وهجمنا من الزملاء لساعات ممتد على الفضائيات والمواقع كان كله الفضائيات والتوك شو والمواقع تواصل الاجتماعي وكله فبيأكدوا قصدهم برضو في من حقك تعرف كانت بين كده كان نزل الخبر على الموقع المصري اليوم ويعني لو تقدروا تنقلوا من عندي هنا زميلي انه اهو الكلمة المصري اليوم الحجد الايجابي الحجد الايجابي وليس الحجد السلبي وليس ولا في اياد قطرية ولا اياد اخوانية ولا اي حاجة انا برضو يا جماعة مش بدافع عن الجريدة انا مليش علاقة بالجريدة يعني الحقيقة خالص يعني ولكن كل ما في الامر انه القصة انه تم توصيف هذا الموضوع يعني وليس دفاعا على قد ما انه فعلا كان الهجوم غريب ده من الموقع نفسه احنا فاتحين لحضراتكم الخبر اهو من موقع نفسه وانه زي ما هو شرح برضو المناوي كانوا حطوا هذا الخبر على اساس انه يفهموا الناس وجهة نظرهم هنشوف بقى الجزء التكملة التكملة الامر الحقيقة وزي ما بقول لحضراتكم بانه الامر لم يتخطى اكتر من كونه هذا الموضوع اللي اتقلبت عليه الدنيا يعني اللي فعلا اتقلبت الدنيا بشكل غير طبيعي في هذا الاطار يمكن برضو يعني اعتقد انه يعني هنشوف بقى هل فعلا هيكون في اجراءات لانه في ناس برضو كتبت على صفحتها انه بالفعل تم توجيه عقاب او مش عارف ايه للجريدة انا مشوفتش الحياة الكلام ده وهنشوف ايه اللي هيتم في الفترة اه اللي جاية يعني عندنا برضو بعض الامور كده اللي هنقولها لحضراتكم بشكل سريع علشان ننقل للملف اللي احنا عندنا اخبار مهمة جدا النهاردة في ملف الشرق الاوسط والعالمي اه ومحتاجين ان احنا يبقى عندنا اه وقت كفية لكن فيه خبر في غاية الاهمية وهو خبر انه بنك مصر الغى بنك مصر الغى شهادة ال 17% وفيه كمان خفض سعر الفائدة البنك المركزي اعلن خفض سعر الفائدة بالنسبة للإيداع والاقتراض واحد في المية وكانت سهر الدماطي اللي هي نائب رئيس بنك مصر قالت ان تراجع اسعار الفائدة بنسبة واحد في المية دليل على نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي وده كان في مدخل البرنامج يحدث في مصر مساء الخميس قالت فيه انه تراجع الفائدة سينعش حركة الانتاج والاستثمار الداخلي من خلال تشجيع الاقتراض وان الخطة الحكومية بتستهدف تخفيض الفائدة الى 13% العام المالي الجديد وبتستهدف خفض هذه النسبة الى نحو 7% خلال عامين ماليين وانه تراجع سعر الفائدة هينعكس بالإيجاب على ادارة ملف الدين الداخلي فده كده التاني مرة على فكرة يحصل خفض الفائدة بنسبة واحد في المية دي للمرة التانية موضوع برضو انه بنك مصر قالغى شهادة السبعتاشر في المية اللي ترحى منذ نحو الشهرين بدلا من الشهادة اللي كانت عشرين في المية وده تم إلغاءها عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة وانه هيستمر العمل بشهادة الخمستاشر في المية انا عندي كده لما حصل الفائدة لما قلت على الإداع والاقتراض لغوا شهادة العشرين في المية وعملوا شهادة سبعتاشر في المية لما الفائدة قلت تاني النهاردة او مبارح يعني تقريبا كده في الساعة الاولى من الصباح النهاردة راح برضو البنك قرر اتلاغت شهادة السبعتاشر في المية وبيعندنا شهادة الخمستاشر في المية وزي ما بيتقال من المختصين ان ده يعني ده يعتبر دلالة على أنه فعلا دلوقتي فيه بينعكس هذا الأمر بالإيجاب على دارة ملف الدين الداخلي فيه برضو كان خبر ليه علاقة بالأثار الحقيقة اكتشاف مسير وغريب كان أبطال علماء أستراليون ظنوا أن التابوت الذي قبع فيه متحفه من مدة 150 عام فارغ كان فيه تابوت فرعوني موجود في أستراليا والتابوت ده كانوا فاكرينه ما فيهوش حاجة ما عرفش بقى إيه اللي خليهم فتحوه مرة واحدة واكتشفوا أن في داخل هذا التابوت عظام وممياء فرعونية فيعني كانت برضو مفاجأة ليهم ده واحد من أربع توابيط مصرية خرجت من بلاد الفرعن عام 1860 لصالح مؤسس متحف جامعة سيدني وكان قاعد هناك كل الفترة دي محدش فكر يفتحه ولا يشوفه إيه اللي جواه لمرة واحدة جيه الفكر أنه يتفتح واتفاجئوا بأنه تقريبا بيقولوا فيه تدوينة في كتاب استرشادي كانت هي اللي خليها وتخليتهم ما فتحوهوش لكن واضح أن فيه حد من الباحثين كان عنده حب استطلاع كده وقال لك لأ طب يعني إحنا عايزين نشوف يعني أنه يعني كان الباحثين الكتابة اللي تكتبت دي كانت نتيجة أنه كان فيه سرقات بتحصل للموميات وحاجات زي كده فعشان كده قال لك خلاص لكن هما زي ما فتحوا وحسب صحيف في الديلي ميل كان بيتقال أن ده مشروع كامل سيتم إطلاقه الكشف عن صاحبة الموميات القابعة في التابوت وأنه كان فيه تقرير مسور لقناة ABC التابوت كتب عليه اسم كاهنة تدعى مير ناس وكانت تعمل في معبد سخبت وأوضحت أيضا صحيفة انديبندنت الإيطالية هذا الخبر طبعا الحاجات اللي زي كده جماعة بيتم تدولها على مستوى ونطاق واسع جدا وأنه ما زالت هناك أسرار في الحياة الفرعونية والحضارة الفرعونية المصرية اللي هي حضارة 7000 سنة وقديه زي ما انتوا شايفينه بيكون فيه خبراء وكشف وما إلى غير ذلك وبرضه كانت حاجة جميلة جدا أن التابوت ده كل السنين دي كان مقفول ومرة واحدة يتفتح ويكتشفوا كل هذه الأمور ويبتدي بقى البحث إلى أن يصلوا لمن يعني ترجع هذه العظام وهذه الممياء اللي في التابوت فيه كان برضو الرئيس السيسي كان استقبل أركان جيش رئيس أركان جيش باكستان وكانت أهم جملة قالت في هذا اللقاء أنه الجهاد الحقيقي هو رفع مستوى معيشة أشعب أنه مش الجهاد الأمور اللي احنا بنشوفها ولكن أنه الإصراع في أي دولة عشان يكون فيه مستوى المعيشة تكون أفضل حاجة نروح بقى ليه يعني مش عارفة إذا كان ممكن ناخد فاصل صغير قوي يعني بحيث أني هنكمل معاكم الأخبار المهمة جدا طيب معليش بدل الفاصل هناخد الجرايد بسرعة كده جرايد بكرة نحاول نشوف بتقول إيه اللي هي جرايد السبت وهنكمل معليش من غير فاصل عشان الوقت دهمنا جدا جاهزة معنا الجرايد مش كده شهادة دولية بنزاهة الانتخابات وفحص شامل لنتائج الفرز والبت في الطعون اليوم وغدا استقالة المحافظين وبيقولوا برضو وجوبية زي ما أنا بقول لكم أنه قصة المحافظين وقصة أنه برضو عموما في الفترة الرئاسية التانية والمحافظين اللي عملوا والحاجات دي كلها ولكن دي برضو حاجة ليها علاقة بتغيير بتغيير أي حاجة وأنه استقالة المحافظين وجوبية وبقاء الحكومة بيد الرئيس مسبحة إسرائيلية هنقولها بعد قليل وبوتن لما بعت البرقية وترحي 76 ألف قطعة أرض ومائة ألف شقة ومية خمسة وواحد وخمسة وثانين مليون جنيه استثمارات ترويجية لواحد واربعين شركة مصرية في برضو من داخل العدد في السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بيتحدث عن تحت عنوان العالم أجمع على رؤية مصر في مكافحة الإرهاب بيقول السفير علاء يوسف طلبنا بكشف مصير التحقيقات عن مقتل المصرية بألمانيا واختفاء آخر في إيطاليا ونرفض الحوار مع لإصرارها على نصر معلومات غير موثقة أخبار اليوم التحدثت في العنوان الرئيسي عن 27 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين بالدولة و341 مليار جنيه للدعم و190 مليار زيادة في الإرادات و135 مليار للاستثمارات وأيضا تهنئة بوتن للرئيس السيسي ونتائج الانتخابات أظهرت مكاناتكم العالية بين مواطنيكم بدء عمل لجان وضع امتحانات السنوية العامة هذا الشهر وأيضا موضوع الاستشهاد الفلسطينيين اللي هنجيبه بعد شوية قليلة جدا وفي تقليد غاب 13 عام السيسي يؤدي اليمين أمام البرلمان خطاب للرئيس وتكليف حكومة جديدة واستقالة المحافظين كل دي أمور على الساحة ولكن إن شاء الله هيبان كل حاجة الفترة اللي جاية بعد الإعلان الرسمي للنتيجة وإمتى الرئيس هيؤدي اليمين برضو هيتم الإعلان عن هذا الموعد أمام البرلمان الوفد طبعا فرح ديمقراطي في الوفد على فكرة والوفديون يختارون رئيس الحزب الأربع سنوات قادمة والصورة دي مش انتخابات يا جماعة الوفد كان عندهم هم اختيار للرئيس وبالفعل كان المستشار بهاء أبو شقة هو منفازة في انتخابات الوفد ودي برضو كانت من الحاجات المهمة جدا والوفديون يرسمونا ملامح المستقبل في عرص ديمقراطي رائع اقبال كبير على انتخابات رئاسة الوفد وزي ما بقول للحضراتكم كان منذ حوالي ساعة وشوية انه كان في خبر عاجل انه بالفعل المستشار بهاء أبو شقة المستشار بهاء أبو شقة حسم رئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1080 صوت بفارق 480 صوت عن حسام الخولي الذي حصد 900 صوت وجاء ياسر حسان ثالثا بـ 205 أصوات وده كان خبر مهم جدا والوفد كانت الحياة صفحات الأولى الخاصة بيها كلها كانت على موضوع الانتخابات والعرص الديمقراطي بالنسبة لهم أما جريدة المصري اليوم فطبعا دي اعتقد جريدة دا الجمعة اللي هما يعني الوسيس يقترب من الولاية التانية والوطنين اللي انتخابات تتسلم محاضر الفرز وموضوع الجهاد الحقيقي وهو رفع مستوى المعيشة ونقل النواب توافق مبدئين على مشروع قانون أوبر وكريم برضو دي حاجة هتحل مشكلة أوبر وكريم يا جماعة ان شاء الله وانتهاء موجة التقس السيء وأمطار على شمال بلاد اليومين اللي فاته كان فيه رياح بأتربة وكانت الدنيا صعبة جدا لدرجة انه كان مبارح في بعض الأماكن والمعاهد وكليات ومدارس كانت أجازة بسبب موجة التقس السيء والحمد لله انه كان فيه طبعا طوارئ والعصفة دي العصفة الترابية الفزيعة كانت فيه مواجهة ليها وانتهت الموجة دي وفيه بعض الأمطار على شمال البلاد السناديق لا تجذب ولا تتجمل وموضوع المشاركة اللي هي زي ما قلنا غالبا 25 مليون صوت وألف فرصة مكتملة في خريطة مصر الاستثمارية وانتهاء موجة التقس السيء دي كل دي أخبار للجمعة احنا الأولين كانوا السبت دلوقتي دي الجمعة وقانون الإدارة المحلية يلزم المحافظين بالاستقالة مع الرئاسة الجديدة يأتي الخبر اللي كان نزل منشت في الصفحات الأولى وقلت لحضراتكم أنه هنقوله بعد قليل 15 قتيل فلسطيني وأكثر من ألف مصاب في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي أفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة بمقتل 15 شخص وإصابة ألف ومية برصاص الجيش الإسرائيلي مع زحف الآلاف باتجاه الحدود مع إسرائيل في بداية احتجاجات من المقرر أن تستمر ستة أسابيع أقام الفلسطينيون خمسة مخيمات بقرب الحدود من أجل الاحتجاجات التي أطلقوا عليها اسم المسيرة الكبرى وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سبعة آلاف شخص يشاركون في المسيرة هذه المشاهد اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم دي كانت عمد المواجهة من الجيش الفلسطيني وأنه حصلت هذه المواجهة بسبب أنه الإسرائيليين قالوا أنه كانت فيه نية لعبور الحدود والدخول في المنطقة الإسرائيلية هذه المسيرة تأتي بمناسبة يوم الأرض الذي يحيي ذكر احتجاجات مواطنين فلسطينيين من مدن وكرة الداخل على مصادرة أراضي عربية انتهت بمقتل ستة فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في عام 1976 ويخطط منظمه المسيرة الكبرى لاستمرارها حتى 15 مايوش معنى 15 مايوز ما قلت لحضراتكم ذكرى النكبة السبعين وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تأسيس دولة إسرائيل على جزء من أراضي فلسطين التاريخية والتي كانت تخضع للانتداب البريطاني وأنهم هيستمروا برضو التساؤل هل بعد هذه المواجهة وبعد هذه العدد من القتلى الذي سقط اليوم من خمستاشر وأكثر من ألف ومائة مصابين الجيش الإسرائيلي كان بالطيارات كان بينزل غاز مصيل للدموع والغازات وفيه كتير جدا من وكان فيه إطلاق للرصاص وكتير جدا من المصابين كانت برضو فيهم اختناقات ما بين إصابات من الرصاص واختناقات وزيه بقول لكم 15 ده وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل أن ندخل مع حضراتكم على طول العدد أنه وصله 15 واحتمال متوقع أنه يبقى فيه زيادة فهل هتستمر هذه المسيرات ده كان التساؤل اللي تم ترحل نهاردة وأنه هنشوف برضو حضراتكم في الفترة اللي جاية بالفعل هل هتستمر المسيرات زي ما تمت الدعوة لها اليوم 15 مايو ولا بعد سقوط كل هذا العدد من الضحايا هتهدأ الأمور الله أعلم يوم من أرد دامن في غزة وعباس يعلن أن حداد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبارا من غد السبت يوم حداد وطني على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم خلال المسيرات التي خرجت لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض جاء على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية أن المسيرات أتت دفاعا عن حقوقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية يعني الشعب الفلسطيني كان بيدافع عن حقوق المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وأنه بيطالب باستعادة الأرض التي اغتصبتها إسرائيل ودفاعا أيضا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ومن حقه العودة إلى منازله وأرضه التي هجر منها أما نتنياهو فمنع أعضاء الكنيسة من اقتحام الأقصى حتى منتصف يونيو قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو منع أعضاء الكنيسة من اقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية حتى منتصف يونيو القادم بسبب التوتر الأمني وذلك بحسب صحيفة هارتس ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فقد أفادة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء بأنه يتعين على أعضاء الكنيسة الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب التوتر الأمني وكانت سكاي نيوز قبل أن تحدث هذه الاشتباكات كانت عرضت هذا التقرير الهام عن مساعة خطيرة لتغيير الوضع القائم بالحرم الكدسي وهم اليهود بيحتفلوا بعيد الفصحة هذه الأيام وأنه كان فيه استياء من أنه فيه مخطط لتغيير الوضع القائم بالحرم الكدسي هذه الأيام إسرائيلية متلاحقة تثير قلق مسؤولي الأوقاف الإسلامية في القدس بعد قرار محكمة إسرائيلية يجيز للمستوطنين الصلاة على أبواب المسجد الأقصى وتقديم مجموعة استيطانية متطرفة للمرة الأولى قرابين الفصح اليهودي في قصور الأمويين المحاذية للحرم بالإضافة إلى تعليق مستوطنين منشورات على أبواب الحرم الشريف تدعو إلى إخلائه وتركه لليهود يوم الجمعة ليقيم صلواتهم فيه الاحتلال يصعد من إجراءاته حول المسجد الأقصى لخنق المسجد الأقصى ولتغيير للصدق فو وتغيير القداسة الإسلامية للمسجد الأقصى وللمدينة بمعنى أن هذا الزحف لهذه الرموز الإسرائيلية هذه الرموز التوراتية والتي كانت خارج المدينة زحفت نحو المدينة الآن تزحف نحو أسوار المسجد الأقصى وكما طالبوا أن تكون في العام القادم في داخل المدينة الأقصى هجمة خطيرة على المسجد الأقصى ومحاولة لتغيير الوضع القائم فيه مرة أخرى لكن مع خطورة هذه الخطوة إلا أنها تندرج ضمن مسعى أخطر للحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس بالكامل كما يرى البعض هو صعود الصهيونية المسيحية في البيت الأبيض عم تنعكس الآن على صعود اليمين المتطرف بإسرائيل في ثلاث أمور الرواية التلمودية اليهودية تسويقها للرأي العام واحتضان أطراف مسؤولة في العالم لهذه الأجندة البعد الثاني فرض السيادة الإسرائيلية بأدوات عسكرية أمنية على القدس الآن والبعد الثالث الضريبة التي يتفحل الفلسطيني المقدسي الآن في تقبل أو التأقلم مع هذا الحضور العسكري وفي ظل هذه الهجمة على المسجد الأقصى التي تتزامن مع الأحياد اليهودية انطلقت الدعوات في القدس إلى الرباط في المسجد الأقصى خلال هذه الفترة لمنح اهتدائيات المستوطنين بعد تراجعها في قضية البوابات الإلكترونية تحاول إسرائيل مجددا تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي زي بمقولت لحضراتكم إن ده كان قبل الاشتباكات بتاعت النهاردة واللي كان بيطالبوا فيه إن هم يتم استماح ليهم بالدخول للمناطق والصلاة واليهود كانوا مصرين أو الإسرائيليين كانوا مصرين إنه ما فيش أي دخول في المسجد الأقصى هذه الأيام والأمر تطور وفي انتظار هل ستستمر المسيرات اللي أعلن عنها أو اللي دع عليها الفلسطينيون إلى 15 مايو أم بعد سقوط هذا العدد من الضحايا وبعد أيضا يعني المصابين كل هذا العدد الأكثر من 1100 مصاب هل ستتراجع هذه المسيرات ده هيبان في الأيام اللي جاية فيه كمان لأول مرة أدانت محكمة إسرائيلية أو في حكم قضاء غير مسبوك إسرائيلي بالانتماء إلى منظمة إرهابية وقدت المحكمة بسجن ثلاثة آخرين لمدة تراوح بين سنتين ونصف وخمسة سنوات بشن هجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية وإلحاق أضرار بممتلكاتهم والخبر ده نشرة في صحيفة أارتس الإسرائيلية إدانت إسرائيلي بالانتماء لمنظمة إرهابية فيه كمان إسرائيل بتبدأ بزالة الغام على الحدود مع الأردن وهذه الغام كانت في بعض المواقع المسيحية على الحدود مع الأردن وتمت الموافقة على المشروع من قبل الأردن والفلسطينيين مدير البرنامج البريطاني قال للصحفيين في الضفة الغربية نتطلع لإزالة نحو 2600 لغم مضاد للأفراد والدبابات ولا يزال العدد مجهول من مخلفات الحرب القابلة للانفجار اللي هي الألغام دي قابلة للانفجار زي قذائف زخائر وهي موجودة بالقرب من موقع قصر اليهود وده بيحول دون وصول أكثر من 400 ألف زائر إلى هذا القصر وأضاف المدير البرنامج البريطاني أنه إسرائيل وضعت الألغام المضادة للدبابات في إطار إقامة حدود جديدة مع الأردن عام 1970 وكان الرهبان يعيشون هناك حتى ذلك الحين لكن إسرائيل أجبرتهم على المغادرة خشية أن يستخدم المقاتلون الأردنيون تلك المواقع والحمد لله دلوقتي أنه هتبدأ إزالة الألغام من على الحدود مع الأردن بمفاقة أردنية فلسطينية أما بالنسبة لألمانيا بترفض انتقادات لمنافستها إسرائيل على مقعد مجلس بمجلس الأمن رفض وزير الخارجية الألماني انتقادات موجهة لقرار برلين التنافس على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في مواجهة إسرائيل لعام 2019 و2020 وقال وزير الخارجية الألماني قبل مغادرته ألمانيا في أول زيارة له الأمم المتحدة بصفته وزير الخارجية أن ألمانيا أعلنت نيتها قبل فترة طويلة وأن هذا لا يقلل من دعمها القوي لإسرائيل وبيقول إحنا لا نتنافس مع أحد نحن نتنافس على الموقع وجهة هذه التعليقات ردا على انتقادات للمرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل نروح لبريطانيا ومازالت قصة الجسوس أو الأزمة التي تسبب فيها تسمم الجسوس المزدوج سكريبال تتصعد موسكو كانت أعلنت أنها سترد بالمثل وبالفعل موسكو ردت بالمثل وبقوة استدعت موسكو لسفراء الدول التي طردت دبلوماسيين وأعلنت عن إغلاق السفارة السفارة واشنطن ببيترسبرغ وأيضا أعلنت أبلغت كثير من الدبلوماسيين بطردهم وأعطتهم مهلة قليلة حوالي برضو من 24 ساعة لـ 48 ساعة لمغادرة روسيا بعد أيام من طرد دول غربية دبلوماسيين من روسيا في خطوة تضامنية مع بريطانيا جاء رد موسكو بالمثل في خطوة عادت إلى الأذهان الحرب الباردة وتداعياتها فقد استدعت الخارجية الروسية سفراء قالت أن بلادهم اتخذت خطوات معادية فيما يتعلق باتهام لندن لموسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته جنوبي بريطانيا وهي تهمة ينفيها الروس جملة وتفصيل سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وأستراليا وبولندا وكذلك ممثلون لسفارات تشيك وأوكرانيا وبلجيكا وكرواتيا وبلدان أخرى أبلغوا بالتدابير الروسية السفير البريطاني شدد لدى خروجه من مقر الخارجية الروسية على أن الأزمة الحالية بين روسيا والدول الغربية لم تكن لتحدث لولا استخدام موسكو أسلحة كيميائية في بريطانيا على حد تعبيره أجرينا للتو محادثات مع الخارجية الروسية هنا في موسكو بشأن تدابير اتخذها الطرفان بعد حادث سالسبيري لن أتطرق الآن لمزيد مما بحثنا لكني أقول أننا سندرس ما أبلغت به للتو وسنتخذ قراراتنا وفقا لذلك وأود التذكير بأن سبب هذه الأزمة في المقام الأول هو استخدام الأسلحة الكيميائية في شوارع المملكة المتحدة وأمهلت موسكو بريطانيا شهرا لخفض عدد دبلوماسيها في روسيا ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا في تدبير جديد اتخذته روسيا الخارجية البريطانية وصفت التدابير الروسية بالمؤسفة مشيرة إلى أن استخدام موسكو سلاحا كيميائيا يعتبر خرقا للخانون الدولي من جهاته طالب السفير الألماني في موسكو الحكومة الروسية بالرد على أسئلة وصفها بالمبررة بشأن تسميم الجاسوس مشيرا في الوقت نفسه إلى انفتاح برلين على الحوار مع موسكو انتهزت فرصة التباحث اليوم للتأكيد على أن من مصلحة ألمانيا أن يكون لديها علاقة جيدة مع روسيا وأن يتفهم الناس في كلا البلدين نحن منفتحون ومستعدون للحوار بهذا الخصوص وفي ضوء الأحداث الخطيرة في سالسبري فإن الأمر متروك للحكومة الروسية للقيام بكل شيء لتعزيز الوضوح والشفافية والرد على الأسئلة المبررة والمفتوحة وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه طاقم القنصلية الأمريكية في سان بوترسبورغ الاستعداد لإخلاء المبنى بعد قرار موسكو بإغلاقه وبطرد ستين دبلوماسيا أمريكيا في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته واشنطن يوم الاثنين الماضي وقال الكريملان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يحبظ إصلاح العلاقات طبعا يعني بريطانيا قالت إن العملية روسيا شيء مؤسف وكمان وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن قرار ترد دبلوماسيين الأمريكيين من روسيا الذي اتخذ ردا على ترد دبلوماسيين الروس من وراء الأحق المتحدة ليس مبررا اللي هو يا جماعة طبعا هو إنتوا اللي ابتديتوا يعني زي ما بيتقال يعني البادي أظلم فالفكرة إنها كانت غريبة الحقيقة برضو في بعض التقارير التانية اللي بتقول الموضوع ما كانش بس نتيجة لأنه في إشارة إلى استخدام روسيا لهذا يعني لهذا الغاز اللي هو غاز الأعصاب الممنوع دوليا أو إنه حاجة استخدام لمادة كيموية ولكن لأنه اكتشفوا إنه في بعض الموجودين في السفارات والكنسوليات الروسية وبعض الدبلوماسيين الروس جواسيس وبالتالي إنه أكروا بتردهم ده برضو جزء تاني بتقولوا هذه الدول ومنها برضو أمريكا لأن أمريكا لما قفلت السفارة سفارة روسيا اللي في السياتر كانوا قالوا كده قالوا إنه أغلقنا هذه السفارة مش عشان خاطر الموضوع بتاع سكريبال ولكن علشان خاطر موضوع إنه هناك تجسس في سياتر وبالتالي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الحقيقة قالت إنه إحنا عايزين نذكركم إنه لا يوجد أي مبرن رد روسيا إجراءاتنا كانت مدفوعة فقط بالهجوم على البريطانيا وبالهجوم على مواطن بريطاني وإبنته والسفير الروسي الموجود في واشنطن بيقول الأجواء هنا مسمومة وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أناتولي أنتوناف الأجواء السياسية في واشنطن بأنها مسمومة ودعا إلى حوار حقيقي مع موسكو وقال في حديث لقناة NBC الأمريكية تعليقا على التوترات الأخيرة في العلاقات بين روسيا والدول الغربية أن المأساة في لندن دفعت نحو تردي العلاقات بيننا ولكن برأيي أن الأجواء في واشنطن مسمومة وأضافها السفير حان الوقت للكف عن تبادل الاتهامات وحان الوقت لبدء حوار حقيقي حول المشاكل الحقيقية إلى حرب باردة مجلس الأمن برئاسة بوتن بيبحث الرد على العقوبات ضد روسيا ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بعد قضايا السياسة الخارجية بما في ذلك سياق طرد بعض الدبلوماسيين الروس ورد موسكو بالنسبة طبعا على ما قامت به الدول الغربية قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أنه جرى تبادل شامل وجهة النظر حول مسائل السياسة الخارجية وجرى بحث الإجراءات الروسية المطابقة بحق الدول التي طردت دبلوماسيين وبالفعل تم تنفيذها الكلام ده على فكرة الاجتماع ده قبل ما يتم استدعاء اللي هم السفراء بالنسبة للدول الغربية اللي بالفعل طردت دبلوماسيين روس وقامت معهم روسيا أو أخذت روسيا نفس اتخذت روسيا نفس الإجراء وأمهلتهم 48 ساعة للخروج من روسيا وبالتالي زي بقول لحضراتكم نأمل أن يكون فيه يعني زي ما بنقول كده نقاشات هادئة وأن لا يصل الأمر إلى حرب باردة كان فيه برضو تقرير بيقول أن فيه حملة وساعة بتقودها بريطانيا العزل روسيا وده الحقيقة كان استياء من روسيا وبيقولوا كانوا هذا الكلام نأتي بقى لحالة الصحية ليوليا سكريبال والنهاردة الحقيقة أو بالأمس يعني تم الإعلان عن أنه فيه تحسن سريع في صحة يوليا يوليا سكريبال ابنة الجسوس السابق سورجي سكريبال والتي كانت تعرضت مع والدها لغز الأعصاب في أواقل الشهر الحالي بمدينة سالزبري البريطانية وسكريبال زي ما حضراتكم عارفين أنه ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية جندته وكان قد حكم عليه باستجن في بلاده والمخابرات البريطانية الام سكستين جندته السجن كانت حكم عليه في السجن لمدة 13 سنة بعد انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه عام 2016 وأطلق صراحي سكريبال في إطار أكبر صفقة تبادل جواسيس بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة عام 2010 بعد أن أصدر الرئيس الروسي حين ذاكا ديمتري مدفدف عفوا عنه الحاجة برضو الخطيرة يا جماعة اللي ظهرت فيه جديدة انتو عارفين أن فيه لجنة خاصة بالتحقيقات بالنسبة لاستخدام هذه المادة السامة الحال لجنة دي كشفت كشف مصير جدا وأنه سيرجيس كريبال أصيبة للمرة الأولى بالمادة السامة في منزله هذه اللجنة لقيت أنه لقيت الأثار المادة دي عند بيته في الأول مش في المطعم البيتزا اللي كان في اللي كان بالفعل لقوهم مرميين جنبه لا ده لقوا المادة دي في بيته في الأول قوال المادة السامة موجودة على مدخل المنزل وعثر عليها أيضا في أماكن أخرى عامل فيها المحققون في الأسبوع الأخيرة ولكن بأقل كفافة من تلك التي وجدت في المنزل 250 خبيرا في مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق الذي يتوقع أن يستمر أشهرا وستأخذ عينات دم من سكريبال وابنته لنقلها إلى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لندن تشير بأصابع الاتهام إلى موسكو في حين تنفي الأخيرة ضلوعها في هذه العملية وبهدف درء الشبهات عنها عرضت لجنة التحقيق الروسية على بريطانيا تقديم المساعدة القانونية تؤكد لجنة التحقيق مرة أخرى استعدادها لمزيد من التعاون مع السلطات البريطانية المعنية بشأن التحقيق في محاولة قتل سكريبال ويوليا التي ارتكبت في سالسبيري بطريقة تعرض السلام العمى للخطر إجراءات مشددة قامت بها دول عدة ضد روسيا تضامنا مع بريطانيا نالت تقدير المملكة المتحدة وأشاد بها وزير خارجيتها تلك البلدان التي تحركت تعرف جيدا أنها تواجه خطر الانتقام وأنا أشيد بهم إنها تضحية كبيرة من 27 دولة لبلد واحد أشكرهم من أعماق قلبي في المجموعة شملت قرارات الترضي أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بالإضافة إلى سبعة من أعضاء البعثة الروسية في مقر حل في شمال الأطلسي في بروكسل في خبر هام جدا وهو حوار مع محمد بن سلمان أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية في أطول زيارة بيقوم بها مسؤول سعودي للولايات المتحدة الأمريكية صرح محمد بن سلمان بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة حاضنة للإرهابيين دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي إلى الضغط اقتصاديا وسياسيا على إيران لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها حاضنة للإرهابيين ونقلت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية عن ولي العهد السعودي الذي يزول الولايات المتحدة حاليا قوله أن العقوبات ستخلق مزيدا من الضغط على النظام مضيفا علينا أن ننجح لتجنب صراع عسكري إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به من المحتمل أن نشهد حربا مع إيران خلال 10 أو 15 عام المشاهد اللي حضراتكم بتشوفوها هو الحياة مشاهد تمرز دها لوجود محمد بن سلمان في ستارباكس في قافي الكهوة المعروف طبعا في نيويورك وبالزيق بالبدلة الرسمية أثناء زيارة الولايات المتحدة الأمريكية نستكمل مع حضراتكم الخبر المهم بالنسبة للتصريحات اللي كانت ليها علاقة بإيران والإخوان في نفس الوقت حول إيران كان قال لولي العهد محمد بن سلمان أنه يعتبر أنه عدم التدخل في اليمن كان سيؤدي إلى أزمة أكبر وقال إذا لم نتحرك في عام 2015 كان اليمن هيصبح مقسما بين الحوسيين وتنظيم القاعدة واعتبر أن تسعيد الحوسيين الهجمات على السعودية علامة ضعف وأنهم يريدون أن يفعلوا كل ما يمكنهم قبل إنهيارهم وحول جماعة الإخوان المسلمين قال الإخوان المسلمين هم حضنة الإرهاب اللي احنا زي بنقول له هم بيفرغوا بيجاي من رحم الإخوان المسلمين الإرهابيين اللي في كل العالم وإحنا دايما بنقول الكلام ده ولكن الخطير النهاردة أنه يعترف به محمد بن سلمان قال محمد بن سلمان يجب علينا أن نتخلص من التطرف بدون التطرف لا يمكن أن يصبح أحد إرهابيا وقال محمد بن سلمان أن هناك تغييرات بتشهدها السعودية ولا يمكننا جر الناس للعيش في السعودية في بيئة غير تنافسية وأن البيئة في السعودية بتدفع حتى لسعوديين إلى خارج المملكة وأنه ده أحد الأسباب اللي خلينا أو اللي بتجعلنا نريد إصلاحات اجتماعية بداخل السعودية كان فيه تصريح خطير تاني بجانب التصريح الجديد ده اللي في وان ستريت جورنال كان من يومين ثلاثة كان فيه تصريح لبين سلمان في صحيفة الواشنطن بوست وقال بين سلمان أنه إحنا نشرنا الوهابية بسبب إرضاء وأنه إحنا كنا عايزين نرضي حلفاءنا يعني علشان نقف أمام الاتحاد السوفيتي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن سبب انتشار اليهودي العفوان الوهابية بدأ بعد طلب الدول الغربية من الرياض استغلال مواردها لمواجهة غزو الاتحاد السوفيتي للبلدان الإسلامية خلال الحرب الباردة زي مع أفغانستان طبعا هذا التصريح تصريح خطير جدا أضاف بن سلمان لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية على هامش زيارته الأمريكا أن استغلال المساجد والمدارس الإسلامية كان متجزرا خلال الحرب البردة حينما حث الحلفاء الغرب المملكة على الاستثمار في المساجد والمدارس الدينية في الخارج لمواجهة الاتحاد السوفيتي وأشار إلى أن الحكومات السعودية المتعاقبة فقدت السيطرة على مواجهة ذلك الفكر المتشدد قائلا علينا أن نعيد كل شيء وأضاف محمد بن سلمان أن التمويل اللي بيأتي في الغالب من المؤسسات أن التمويل الآن يأتي في الغالب من المؤسسات السعودية وليس من الحكومة السعودية اعتراف خطير جدا بأن هم فقدوا السيطرة أولا أن هم نشروا الوهابية بناء على أو إرضاء للدول الحلفاء الغرب عشان يواجهوا الاتحاد السوفيتي الاعتراف الثاني الخطير بأن هم فقدوا السيطرة عليهم وأنه بيأكد أن اللي بيدعم ويمول هذه المؤسسات حاليا المؤسسات سعودية أو أشخاص سعوديين مش الحكومة السعودية عموما نتمنى أنه فعلا في الفترة اللي جاي طالما اعترف بهذه الاعترافات الخطيرة وبرضو اعتراف الإخوان أنه بالتأكيد هيحصل تغيرات على الأرض السعودية الفترة اللي جاية كمان أثناء زيارة محمد بن سلمان في أمريكا التقى بأبرا وينفري وطبعا حضراتكم عارفين الموزيع الأمريكية الشهيرة أبرا وينفري وأنها كانت الفترة اللي فاتت برضو كانت قال أنها تترشح للرئاسة في الفترة اللي جاية أمام دونالد ترامب وجات بعد كده ونفت هذا الأمر وبيحسها دونالد ترامب على أنها تترشح أمامه محمد بن سلمان التقى بها في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والخبر ده كشفت عنه صحيفة الانديبندنت البريطانية وزيارة بن سلمان بتستغرق وقت طويل يعني يمكن يمتد الأكثر من أسبوعين والتقى في الفترة اللي فاتت طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان فيه لقاءات متعددة قام بها ولي العهد ولسه مستمر في إطار لقاءات أخرى أيضا التقى ممثلي الدول الخمس الدائمة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبحس ولي العهد معهم الأوضاع العامة في الشرق الأوسط وخاصة دعم إيران للحوسيين كمان كان زي ما انتوا شفتوا الصور اللي انتوا شفتوها دي برضو يعني الصحفيين وراء ولي العهد في كل زيارته وتم رصد موضوع أنه هو كان في ستارباكس في نيويورك وكان مع رجل الأعمال مايكل بلومبرغ عامدة نيويورك السابق ومؤسس وكالة بلومبرغ الفيديو احنا كنا لسه عرضينه من شوية مع أول خبر قلناه وما زالت مستمرة زيارة الولاي العهد السعودي للولايات المتحدة الأمريكية وما زالت هناك أو في انتظار إلى العديد من اللقاءات فيه كمان الدفاع الجوي السعودي اعترض ساروخ تاني أطلقه الحوسيين على جازان جنوب المملكة الفترة اللي فاتت كان فيه أكتر من حوالي خمس أو سبع سواريخ وحضراتكم تتذكروا أنه لما اعترضتهم الدفاع الجوي السعودي الشظايا بتاعت الاعتراض دي راحت على بعض الأماكن السكنية وراح ضحيته مصري وكان فيه اتنين مصريين مصابين مفيش يعني ممرش يومين تلاتة على الموضوع السبع سواريخ دول أو الست سواريخ دول ولقينا ساروخ تاني واعترضته الدفاع الجوي السعودي ساروخ أطلقه الحوسيين على جازان جنوب المملكة وإيران في مواجهة المجتمع الدولي بسبب سواريخ الحوسيين وطبعا كل الدول أدانت السواريخ اللي بيطلقها الحوسيين على السعودية أما في اليمن فهناك قتلة في هجوم على قوات يمنية تشرف عليها الإمارات تسعة جنود على الأقل لقوا مسرعهم من قوات يمنية أنشأتها الإمارات ضمن التحالف العربي وهذا الهجوم شنه مسلحون يشتبه في انتماءهم لتنظيم القعدة كما أعلنت أيضا البنتجون أن هناك غارة جوية ضد القعدة تمت كرب البيضاء باليمن بالأمس وأصفرت عن مقتل أربعة متشددين نيجي بقى لسوريا وبسرعة أنه فيه النهاردة أخبار عن أنه فيه اتفاق الجيش الروسي أعلن أنه فيه اتفاق مع جيش الإسلام على أنه هيخرج من الغوطة ولكن جيش الإسلام سارع ونفى هذا الاتفاق الحقيقة ولسه لغاية دلوقتي يمش هارفين إيه اللي هيتم ولكن الحقيقة روسيا وسوريا بيعملوا في إطار إسرار على طرد كل الجماعات المسلحة من الغوطة الشرقية وبالفعل كانت هناك دفعات متكررة كانت غادرة سوريا في الفترة السابقة وروسيا بتقول العملية العسكرية في الغوطة الشرقية توشك على الانتهاء وطبعا الملف الإنساني بيتصدر لقاء ديمستورة ولفي روف بالنسبة للي حصل في الغوطة الشرقية فيه أزمة تاني في سوريا وهو موضوع ليه علاقة بأردغان فرنسا بتدعم أو كانت تم الإعلان مش من قبل الإعلان رسمي من فرنسا أنه هيكون في قوات فرنسية ترسل إلى منبج لدعم الأكراد وكان فيه رد فعل عنيف جدا من تركيا حول هذا الأمر النهاردة فرنسا نفت أن هي هترسل قوات عسكرية ولكنها أكدت أن هي هتدعم الأكراد لأنها لا تريد أن يحدث مع الأكراد في منبج مثل ما حدث مع الأكراد في عفرين أردغان بيقول أن فرنسا بتبنت نهج خاطئ في سوريا وأنه يجب عليها مراجعة نفسها في مثل هذا الأمر والصراع هيستمر في الفترة اللي جاية برضو تصريح خطير جدا ودي ممكن آخر حاجة هقولها لحضراتكم في حلقتنا النهاردة أنه كان فيه تصريحات لدونالد ترامب بيقول فيها أنه خروج قوات بلادي قوات الأمريكية من سوريا اقتربة جدا ولكن صارعت الخارجية الأمريكية ونفت علمها بأي مخطط في هذا الشأن بل على العكس قالوا أنه موضوع خروج قوات الأمريكية من سوريا موضوع لم يتم مناقشته على الإطلاق وده طبعا عهد دونالد ترامب أنه بيقول أشياء ونلاقي بعد كده الخارجية أو الكونجرس ينفي هذه الأشياء أو البنتجون هنتابع مع حضراتكم كل هذه الأحداث والمزيد من الأحداث إن شاء الله الأسبوع القادم كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب تكون هذه الأيام أيام مباركة ومقدسة كده علينا جميعا إن شاء الله إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى